موسيقى 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 النهاردة ممكن تشتريه تسكية مباراة مصري والسنغال بس الاهم انه تروح تشجع بقى على صوت وما توقفش اهتاف لمصري بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد صلاح محمد صلاح يا رب يا صلاح محمد صلاح أما تلح من أرفع بيت رعي البلادين شوف المصير في الجنبعين شنال ويمين مصر في قلوبنا مهما روحنا وإحنا إم تنسينا روحنا مصر ساكنا في المشاعر في الملامح والوشوش مصر لو تنده تلاقي جاي ميت مليون فدائي مصر غالي أعل منها واللي منها ما بيبعوش مصر في قلوبنا مهما روحنا وإحنا إم تنسينا روحنا مصر ساكنا في المشاعر في الملامح في الوشوش مصر لو تنده تلاقي جاي ميت مليون فدائي مصر غالي أعل منها واللي منها ما بيبعوش جاي للتقصولة بلد الرجولة قلناها قولة ما يبتزوا واحد في التالي تحيا مصر يا مصر مصر حب الفعال في حال في ربنا أرفع بيت رعي البلادين شوف المصير متجمعين جمال ويمين من ميت جنيه لألفين جنيه هتدفع تمن تذكرتك علشان تروح تقدي مهمة مش تروح تتفرج علمك وتشيرتك معاك وسقط ما يوقفش تشجيع لكل المنتخب مش هنزوم على لاعب مش هنهتف للاعب واحد اهتف للاعب الأهلي ولاعب الزمالي كلهم هيكسبونا هيفرحونا ادعم وافرح وساند مهما كانت النتيجة سقف لمنتخب بلدك بعد المباراة ولسه فيه شود تاني والحكاية مش هتخلص في السدادة الكاهرة عرفهم من الديئة الأولى انك جاي تساندهم مش جاي تضغط عليهم صوتنا يبقى واحد تشجعنا واحد وان شاء الله اشتركوا في القناة سهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 خلاص بناء على قرار اتحاد القرى المصري اعلنت شركة تذكرت يفتح باب الحجز صباح السلساء انه الناس تحجز مباراة منتخب مصر قدام السنغال اللقاء المقرر اللي ان شاء الله يوم 25 مارس الجاري في مباراة الزهاب في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 خلاص خلاص هنروح لستاد هنشجع منتخب مصر 60 ألف مشجع بصوت واحد بيهتفوا المنتخب مصر بصوت واحد يهتفوا لكل لاعب في منتخب مصر بصوت بصوت واحد يهتفوا اللاعب أهلي لعب زمالك لعب بيرامز لعب فيوتشاء لعب إسماعيلي لعب مصري اي لاعب هيبقى في منتخب مصر لابس تشرت منتخب مصر هنسندوا بقلبنا هنسندوا بروحنا احنا علينا مهمة كبيرة جدا انا بقول احنا الستين الف تحديداً اللي هيبقوا في المدرجات بيشجعوا تسعين دقيقة مع الوقت المحتسب بدلاً من الضقع وزود بقى حسن ما يحصل في المباراة بس صوتنا ما يهداش ما يقفش مش بنتفرج على مباراة حضرتك رايح في مهمة قررت تنزل تشتري التسكرة او اشتريتها بالسيستم اللي عامله شركة تسكارتي هتروح تاخد تسكرتك تخش المدرج اكنك رايح مهمة زيك زي اللاعب زي المدرب نفسك يتقطع ما تسقطش ما تهداش لو مش هتقدر تعمل ده والد انك ما تقدرش تعمل ده انا ممكن اقول مثلا لا انا مش هقدر اهتف تسعين دقيقة سيب التسكرة لواحد يروح صوته ما يهداش قادر نفسه جايبه لكن لو انت مش قادر ما تعملش كده ليه؟ المباراة دي ده حديداً محتاجة كل نفس كل صوت في المدرج تشجيعه بس لو انت برضو مش من الناس اللي بتقدر تتقبل الهزيمة او الاداء اللي مش جيد برضو ما تروحش وارد جداً لقدر الله يخش فينا هدف ونبقى محتاجين نعوض وارد جداً لقدر الله الاداء ما يبقاش حلو كل دي امور عادية كل دي امور عادية في النهاية المباراة بتاعت الكهارة دي شوت اول في شوت تاني هيبقى في السنغال مهما كانت النتيجة هنتعامل مع المباراة نشجع ونساند هدي تقول دي يعني الاداء يبقى وحش واللعيب بيضيع انفراد ومش عايف ايه وانا ما تنرفزه وما تدهيش في جواك ادامها هتروح المدرجات يبقى جواك وانت قاعد قدام التليفزيون اتنطت وكسر وزعل وعيته وعمل انت عايزه في المدرجات اللعيبة اللي هتبقى في أرض المرعة دي مش محتاجة غير المسندة ارجوكم يا جماعة انا ضد على فكرة تقسيم الجماهير يعني اللي يقول لك ايه اصل الجمهور ده الناس اللي اللطيفة مش عارف ايه اصله هو ده مش بتاعة تشجية مش بتاعة مدرجات وفي ناس تانية بتاعة مدرجات وفي ناس تانية مش عارف كل الكلام ده انا ما بيفرقش معايا انا يفرق معايا منتخب مصر بيلعب اي واحد يروح ان شاء الله هيروح الاستاد الاول مرة في حياته يروح يشجع ويساند يروح يشجع ويساند مهمة عشان انت حررك المره دي مش رايح تتفرج على مصراحية مش رايح تتفرج على فيلم في السينما انت رايح زيك زي اللاعب رايح تعمل مهمة هيبقى ليك دور كبير هيبقى ليك دور عظيم في المسندة والدعم عشان نطلع بعد المباراة نقول المباراة دي هي مباراة الجماهية اللي كانت موجودة في المدرجات انا بقول كلام وانا عارف انه كده كده هيحصل من غير كلامي من غير كلامي ده اللي شفناه على مدار سنوات دايما الجمهور اللي بيروح يشجع منتخم مصر بيشجعوا من القلب وما بيسكتش الستين ألف واحد ما يسكتوش استاد الكهرة ده استاد بيخاوف أي منافس بس هو بيخاوف أي منافس مش عشان المدرجات والنيجيلة عشان الجماهية اللي بتبقى قاعدة في المدرجات داية الجماهية اللي قاعدة في المدرجات دي بتساند وبقى على صوت تسرخ وتشجع منتخم مصر أما بقى الجماهية اللي هي مش في المدرجات فمن دلوقت لحد ما نوصل للمباراة إحنا مندعم ونساند وإحنا مغمضين مين دخل المنتخب مين خرج المنتخب مين مصاب مين مش مصاب الصداي بيدخل ليه وده خرج ليه كل ده انت ملكش علاقة بي دلوقتي خالص هتقول لي يعني ما أتكلمش معلش معلش اليومين دول ما تتكلمش أنا آسف وما فيش حد بيقول لحد ما تتكلمش كلنا ينفع نتكلم بس أنا بقولك ما تتكلمش عشان انت بتحب منتخم مصر زي ما أنا بحب منتخم مصر انت بتحب بلدك زي ما أنا بحب بلد إحنا اتنين منحبها يعني أنا مش هحسن منها كنت مش هحسن مني بس دلوقتي عشان احنا علينا واجب وعلينا دور وعلينا مهمة كبيرة فمهمتنا دلوقتي ان احنا نسكت عجبك حاجة مش عجبك حاجة معلش أنا آسف معلش والله أنا ضد فكرة اصلا حد يسكت براحتك بس اسكت دلوقتي عشان خاطر بلدك عشان خاطر دعم منتخم مصر ما تفضلش تقول ايه ده يا خبر ده خادر مدافع اللي مش عارف اصلاه خادر مهاجم اللي ما بيعرفش يجيبي جوال اصلا الباكريت ده هيلعب ازاي على ساديو ماني اصلا الباكليف ده ازاي مش عارف هيعمل هجمات ويعمل عرضيات اصلاه بالواسط ده وتترقص بسهولة تقعد تحلل وتجود بالمناسبة بالمناسبة كل لعبة منتخم مصر اللي كانت مع كلوس كيروش في كاس النقوم الافريقية وفي البطولة العربية اللي تعلقوا جدا في البطولتين مع فرقهم ما قدموش اصلا مستوى وبالتالي وبالتالي ما تقايمش ابدا اللاعب اللي انت شفته في فرقة او في الاتين او تلاتة الايام اللي فاتت ديت على مستوى المتوقع مع المنتخم ليه ده شغل مدرب بقى الراجل ده بيعرف يطلع من اللاعب اللي هو عايزه الراجل ده بيعرف يطلع من اللاعب احسن حاجة عنده فما تحطش في اعتباراتك استفلال مستوى قليل هو اخده ليه ده قال لي جدا من بعد كاس الامم يا سيدي هو هيعرف يخليه كويس ما هو الدانا الامارة في كاس الامر الافريقية هو الدانا الامارة ايه هي الامارة انت حضراتك كنت متوقع ان عمر كمال عبد الواحد يعمل المستوى ده هل حضراتك كنت متوقع ان محمد عبد الماني هيعمل المستوى ده هل حضرتك كنت متوقع ان مهند اللاشين ده يبقى موجود في مباريات مهمة في كاس الامر الافريقية هل انت كنت متوقع ان مرار حمدي ممكن يبقى دي دور في المنتخب كل ده الراجل ده بيه امارة وقبل يوم طبعا عمر مرموش وخلافه الراجل ده امارة انه يعرف يستخدم اي لعب ويعرف يخليه طلع احسن ما عنده فالدعم الدعم ده للسادة المشاهدين وجمهير الكورة وبصراحة انا هنصح نفسي وهنصح زملائي وهنصح السادة المحللين لو لايه النصيحة طبعا كل واحد كلنا بننصح بس يعني هما فيه اساد زكبار وفيه اخواتنا صغيرين يعني احنا في النهاية كلنا بنساعد بعض بالنصيحة نسكت شوية نسكت دي مش كلمة مش كويسة نسكت انه صمت صمت ايام من الصمت ايام من الصمت القليل بعد ما نعدي المباراتين اللي عايز يتكلم يتكلم اللي عايز يزعل يزعل واللي عايز ان شاء الله بإذن الله يفرح ويبالغ في الفرحة يتفضل براحتك بس نعدي المباراتين ببساطة يعني ببساطة لو سمحتم والله ارجوكم على فكرة الحاجات دي بتستفزني وبتستفز حضراتك بستفز الناس كلها انه نبقى احنا رايحين الناس دي مركزة والراجل ده يعيني عمال بقى يلف على التدريبات ويلف على المطشاط ويدور على لعيبة وانت حراك عمال تهاجم لعيبة وتنتقد لعيبة في الدوري ولما هي هو يجي ياخدهم تقول له اصل انت ما بتعافش تدرب اصل انت عاش تعمل اصلا كان المستوى مش كويس له هايحس المستوى من شاء الله يعني فتلاقي الراجل ده المفروض يسمع ويرد على الناس واللعيبة اللي عمال تقلب على السوشيال ميديا طبيعي يعني احنا في عصور متطورة يعني هتشوف اصلي ايه ده هو خد فلادي الفونال ليه هو عمال يسكرول كده بيشوف الصفحات لاقي نفسه عمال يتشتم ويتهاجم وينتقد ودخل يلعب مباراة مهمة زي دي طب بزمتك هيروح يركز في المباراة ويركز في الراجل اللي هيلعب عليه ولا غصبا عنه ممكن يروح مع كلامك فكلهم ليهم الدعم خد بالك ما انا زي زيك انا لما قيمت منتخة مصر هتعلن هستغرب لعيبة انضمت وهستغرب لعيبة مش موجودة بس على دوق تفكيري وعلى دوق رؤيتي وعلى دوق نظريتي اللي مش كاملة لكن الراجل ده وجهازه الفني شايفين نظرة كاملة لللعبين يعني هو عارف اللعب بيتضرب ازاي هو عارف اللعب هيبقى في مكانه في طريقة اللعب عاملة ازاي هو عارف ان اللعب دوت هيبقى تأسيره عامل ازاي الخططي والفني ممكن يبقى تأسيره لدقايق ممكن يبقى تأثيره في المباراة كلها في تفاصيل كثيرة جدا بتبقى عند المدرب والجهاز المعاون حراك كنت معجب جدا باللقطة بتاعت محمد أبو جبل وهو وحايت على الإزازة الإحصائيات وبسد ضربات الترجيح ما دي حاجات علمية حضرتك ممكن بنظرة عادية هتقول إيه لا أصلا محمد أبو جبل ما ينفعش المنتخب مصر طيب لما الراجل طبق عليه شكل علمي وجاب الستاتيستيكس والأرقام وشاف الأرقام اللعيبة المنافسين هيلعبوا إزاي فالراجل نجاح نجاح باهر ده شغل المدرب عمرنا احنا ناس عادية احنا منحب الكورة وكلنا منفهم في الكورة ده حقيق يعني مش إسقاط كلنا منفهم في الكورة عشان ما حدش يقولك يا ستة مش فاهم لا انت فاهم وأنا فاهم كلنا فاهمين بس فيه تفاصيل عمرها ما هتكون عندك ولا عندي هتكون عند المدرب هل حضرتك مثلا روح تتبع تدريب تدريبات الفرق زي ما هو وجهزه المعاون عملوا لا طبعا هل حضرتك شفت كل المباراة الدوري لا انت هتكون بتشوف مباراة فريقك غالبا يعني وممكن مباراة تانية يعني انت لو مشاجع الهلاوي بتفرج على مطشط الأهل لو مشاجع زمالكاوي هتفرج على مطشط الزمالك اسمع لي وها كذا ممكن تتعدي عليك مباراة تانية لكن هل انت شفت كل المباراة الدوري أكيد لا أو غالبا لا فهو الراجل بيبقى شايف كل ده طيب بلاش تقييمك انت لللاعب بيبقى ايه انت مثلا ممكن تقيم لاعب على اساس انه باصة كان باصة مش كويسة يعني هتديك مثال هتديك اسم عشان الاسم ده مع لهوش خلاف فانا هتدي المثل به عمر السلية عمر السلية في كاس العرب كان أفضل اللاعب في منتخم مصر عمر السلية في كاس العرب كان واحد من أفضل اللاعبين مع منتخم مصر هل هو مثلا مثلا عشان المباراة اللي فاتت للنادي الأهلي قدام سانداونز ما كانش في حالته الفنية الكبيرة اللي متعودين عليها من عمر السلية هيجي الراجل يقولك لا أنا خلاص أنا كده مش أخد عمر السلية أكيد لا أكيد لا أكيد الأدواء اللي هياملة عمر السلية كثيرة جدا مع منتخم مصر في المورتين جايين أكيد فانت ممكن تبص على لقطة على مشهد على تمليل خطأ للعب على تصويب جلت من لعب فتقول لا اللاعب ده ما ينفعش لكن هو بيبص اللاعب ده هيلائم مين اللاعب ده معدلات جارية عاملة إزاي اللاعب ده هيغطي على مين اللاعب ده هيشوت إزاي في أوقات معينة اللاعب ده في الرقنيات هيبقى عامل إزاي هيبقى موقعها إيه في الرقنية سواء ليك أو عليك اللاعب ده البصات بتاعته الطويلة عاملة إزاي البصات الأسرارة بتاعته عاملة إزاي كل الحاجات دي بيبقى حاطتها المدرب بتاع المنتخب قدامه او اي مدرب عندي مثلا تسع عشر بنوط كده وببدأ اعلم صح اه ده بيعرف يعمل دي ده بيعرف يعمل دي ده بيعرف يعمل دي لا ما بيعرفش يعمل دي او بس مش مشكلة بيعرف يعمل دي لا ما بيعرفش يعمل دي بس مش مشكلة فعنده ثمان حاجات من العشرة بيعرف يعملهم معايا في المنتخب انت بقى ممكن تبص على الحاجتين اللي وسط بعيدهم تقوله تقول لا لا إزاي ده ما يكن شينفع يخش المنتخب طبيعي على فكرة أنا برضو مش تاني وألف هو أبداً مش إسقاط أبداً هو عشان دي شغلانته هو حضرتك إنت لو أنت بتشتغل أي شغلانة حضرتك مثلاً لو أنت دكتور شوف أنا أجيبها لك أوه هو إحنا مش كلنا لما بيجينا صداع بنخش ناخد سبرينا وخلاص بس هل بقى إحنا عارفين الصداع ده إيه أصله فصله عارفين جي منين ولا إزاي ولا ليه لأ إنت أخرك هتاخد سبرينا بس الدكتور بس هو اللي هيبعى عارف الصداع ده جالك إزاي وفين وهيتكرر تاني ولا مش هيتكرر تاني وهيبعى عنده كل التفاصيل ففيه شغلانات هي هو متخصص فيها دي بتاعته هو بس بتاعته آه إحنا نفهم في الطب ونفهم في الهندسة ونفهم في التجارة ونفهم في الصناعة ونفهم في العربيات ونفهم في الشؤة نفهم في كل حاجة بس من على السطح كل واحد فينا كل واحد بحسن مواهب وبقى والحاجات المهتمة بيها بس من على السطح لكن التفاصيل كل واحد وشغلانته فدي شغلانته نمشي غراه بقى لحد ما نشوف هيعمل إيه في شغلانته بكل بساطة ده فيما يخص منتخبنا الوطني أسعار التذاكر التذاكر مباراة مصر والسنغال هتكون كالتالي التذاكر هتبدأ بالمقصورة الرئيسية بألفين جنيه والدرجة الأولى هتبقى بستمين جنيه الدرجة الأولى العلوية هتبقى برقى 100 جنيه والدرجة التانية بـ 250 جنيه والدرجة التالتة بـ 200 جنيه دي الأسعار التذاكر اللي أعلنت اليوم واللي هتكون متاحة للجماهير على موقع تذكرتي صباح اليوم صباح السلساء يلا أنا متأكد إنها هي ساعة ساعتين بيك كتير و هتكون التذاكر كلها خلصت بس المهم و أنا هفضل أكرر القصة دي المهم إن اللي هيروح لإستاد يبقى عامل حسابه إنه رايح مهمة مش رايح تتفرج مباراة تانية يبقى روح تتفرج واستمتع واخد الناس سحابك وراحين رحلة لطيفة بس دي مهمة ساقيلة جدا ساقيلة جدا النهاردة تأكد غياب رمضان الصبحي لعب منتخبنا الوطني و نادي برامنز عن مبارتين السنغال في تصفيات المنديال بسبب الإصابة لتعرض لها في مباراة الصفاكس بي الكنفترالي هي عبارة عن تجمع دمه حول عظام الرجبة زي ما قال الدكتور مصطفى المنياري طبيب فريق برامنز والحمد لله إن الموضوع الحمد لله مش قطع في الصليب إن برح رمضان قلقنا وهو خارج من الملعب وبيبكي في السورة ودنام حضراتكم ديت وكان نازل ما كانوا عبدالله السعيد إلينا أصلا أنا بالنسبة لي البكاء ربط صليب على طول بس الحمد لله الموضوع تلع بسيط وكابتل إيهاب جلال في المؤتمر بعد المباراة طمنا جدا وقال إن الموضوع بسيط يعني هو كان الكابتل إيهاب جلال عرف على طول إن الموضوع بسيط مش كبير إن شاء الله يعود سريع نمضان صبح واحد من المواهب الكبيرة في الكرة المصرية للملعب صحيح خسرناه في مبارتي السنغال ولكن إن شاء الله إن شاء الله اللي موجودين هيعوضوا تاني آسف اللي أنا بكرر والله بس عشان أنا بتكلم موجود مش موجود كل اللي هيبقى موجود إن شاء الله هيشيل المسؤولية وهيبقى راجل كل اللاعبة بتاعتنا نجوم كلهم نجوم إن شاء الله بإذن الله يعملوا مباراتين يعني في منتع القوة قدام المنتخب السنغالي إلينا برضو على تريزيجي نجم منتخبنا الوطني ونادي بشاك شهير التركي بعد ما غاب النهاردة عن مباراة فريقه أمام أنطاليا بالسبب الإصابة اللي اتعرض لها الدكتور محمد أبو العالة طبيب المنتخب أكد إنه تواصل مع تريزيجي وإن اللاعب طمأنه على حالته وقال له إنه هيبقى كويس والإصابة بسيطة وهيكون موجود بإذن الله في مباراة السنغال بشكل طبيعي وما فيش قلع على تريزيجي تريزيجي مهم جدا تريزيجي كمان on fire فأفضل مستوياته على الإطلاق فإحنا محتاجينه في المباراتين دول جدا جدا إن شاء الله يبقى موجود وبرضو زيه زي غيره موجود مش موجود إن شاء الله اللي موجود هيبقى بيسد بس إن شاء الله يبقى تريزيجيه موجود معنا نتائج مبارات اليوم في كأس مصر كانت كالتالي مصر المقصة فاز على بني عبيد اتنين سفر هدفين سجلوهما خالد صلاح في الديئة تلاتين ومحمود فاهمي في الديئة سبعين والهدفين أهم أمام حضراتكم ده هدف خالد صلاح والهدف التاني ليه محمود فاهمي جاء في الديئة سبعين في الدولة الإنجليزية في ريستال بارس تعدل بدون أهداف مع منشستر سيتي لحظة واحدة نتيجة دي نتيجة عظيمة نتيجة جميلة كده الفارق بيقل مهمة بس ليفربول قدام أرسنال يومي الأربع يكسب يكسب بقى فرق نقطة واحدة بينه وبين منشستر سيتي ياه عن منافسة على البرميرلي ياه بس خبالك ليفربول عنده مباراة في منتهى الصعوبة قدام أرسنال أرسنال في أفضل أحواله أرسنال في أفضل أحواله أرتيتا عمل شغلة عظيم جدا مع أرسنال والوضع مش هيبقى بسهولة كبيرة مع ليفرب لأرسنال السنوات اللي فاتت كان سيئة جدا بس السنة دي لا أحسن كتير وبالتالي المباراة صعبة على ليفربول يوم الأربعاء القادم إن شاء الله كل التوفيق ليفربول عشان منافسة تفضل حمية ورائعة في البرميرليج الدوري الإنجليزي الممتاز في الدوري الأسباني الجولة 28 ريال مايوركا خسر قدام ريال مادريد 0-3 ريال مادريد برضو في أحسن أحوال ويمشي بخطة سابتة نحو الفوز بلقب الدوري الأسباني في الدوري الإيطالي لاتسيو وفي نزها لاتسيو فاز النهاردة 1-0 لاتسيو تاريخي لاتسيو لاتسيو لعب له شوية النجوم يا جماعة هينر كريزبو سالس وفيرون وشوية أسماء عظيمة ويابستام شوية أسماء عظيمة لعب لاتسيو طيب نروح لي أخبارنا والنهاردة نادي سانداونز بعت للأهلي خطاب بيوضح فيه حقيقة ما تردد لو حافلة الفريق في طريقها الملعب المباراة سانداونز قال أن تأخير وصول حافلة الأهلي كان بسبب زحام مروري على الطريق المؤدي إلى الملعب وهو الأمر اللي جعل جماهير سانداونز يعني تختلط بحافلة فريق النادي الأهلي سانداونز أكد أنه يلتزم دائما بمعاملة النادي الأهلي بكل احترام والمودة الذي يستحقها بل ويحرص باستمرار على الحفاظ على العلاقة التاريخية التي تربطه بالنادي الأهلي ويعمل على تطويرها في الفترة المقبلة بما يخدم مصلحة الناديين والكورة الأفريقية النادي محترم يقول سانداونز بصراحة يعني من ساعة محاصلة المشكلة دي عمال يبعد فيها تزارات وعمال يطلع في بيانات وعمال يقول إنه هيحقق في الموضوع النادي محترم دي الأندية الكبيرة وبصراحة هي أندية جنوب أفريقيا كلها كده اتحقق الجنوب أفريقيا كله كده ناس محترمة ومهزبة حتى لو حصلت مشكلة وعلى فكرة مشكلة دي مش مشكلة متكررة في جنوب أفريقيا يعني النادي لما يتحدث أي أزمة أو أي مشكلة لأي نادي أو أي منتخب في جنوب أفريقيا بصراحة ناس محترمة جدا يستحققوا التحية مسؤولي نادي الأهلي النهاردة تكلمه مع موسيماني طلبوا منه يقفل ملف الكلام عن اللي حصل من جماهير سانداونز قبل المباراة اللي انتهت بخصارة الأهلي خصوصا بعد بيان سانداونز اللي كنا لسا قللون لحضراتكم اللي أكيد فيه هتزازوا بيه عن نادي الأهلي ورفضوا تصرفات بعض الجماهير كلام محترم موسيماني خلاص يعني هل ده أصابك ده ناديك القديم حتى يعني وكده كان نادي الأهلي حابب يقفل الموضوع ده تماما موسيماني لمح ليه معاونيه في رحلة عاود النادي الأهلي من جنوب أفريقيا انه بيفكر يقعد بيرستاو على دكة الاحتياجات شوية عشان يرجع تاني يفوق ويبقى كويس في المالة بخصوصا انه مش راضي عن مستوى خالص في الفترة الأخيرة وانبارا احنا قلنا فيه رقم عشر ان الموسيماني قال لبيرستاو بعد المباراة انه لازم يفوق شوية هو بصراحة بيرستاو لازم يفوق شوية عشان هو العيب كبير قاوش بس قال له فترة من ساعة من رجع من الإصابة مش موجود تقريبا يعني دايما موجود في التشكيلة النادي الأهلي ولكن هو مش موجود موجود بجسمه لكن أداءه مفيش خالص كابت انساني قمصان عمل قاعدة مع حسام حسن في طريق عودة الأهلي من جنوب أفريقيا أيضا وتكلم معاه وقال له انه ما يزعدش لانه كان متأثر بالفرصة الضيعها وكان المفروض الأهلي بيها يسجل اتعادل طلب منه يركز جدا في أي فرصة تجيله الفترة اللي جاية حسام حسن يتظلم جدا الناس جيكتلة أو انتقدت حسام حسن عشان فرصة عشان فرصة حرام يعني طيب معانا أو يعني كمان من الحاجات المهمة جدا في جنوب أفريقيا أنه بياخد لعبين موجودين في أندياتنا المصرية لاعبين مهمين أنا بكلمك في بيرستاو هيبقى موجود في تشكيل جنوب أفريقيا اللي جاية وهو لاعب رغم المستوى الغير جايد اللي بيقدمه الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي ولكن هيبقى موجود في تشكيل جنوب أفريقيا اللي جاية وأيضا فاخر لقاي لاعب فريق بيراميدز هيبقى أيضا موجود في تشكيل جنوب أفريقيا في مبارتي غينيا وفرنسا الودياتين حلو أنه يبقى لعبين المحترفين الموجودين في الدولة المصر موجودين مع منتخبات بلادهم في الفترة اللي جاي طيب التشكيل المثالي للجولة الرابعة بدون المجموعات بدون أبطال أفريقيا خرج منه لعبي النادي الأهلي ولعبي نادي الزمالك بعدما طبعا الفلئتين خسروا من سانداونز والوداد وحاجة تزعل حاجة تحزن وده التشكيل قدام حضراتكم وهو في سبع لعبين من الأندية العربية لو فاكرين الجولة اللي لعب لها كان محمد عبد المنم هو اللاعب المصر الوحيد اللي في التشكيلة يعني بمناسبة التقلق بمناسبة التقلق اللي فيه تريزيجي الفترة الأخيرة في الدولة التركية عندها لعب أيضا مهم جدا لمنتخبنا الوطني يتقلق أيضا فيه الفترة الأخيرة مع جارة تصري كان عنده مباراة من كام يوم مع فريق برشلونة وكان هو موجود في التشكيل الأساسية حتى لو ما قدمش مستوى كبير قدام برشلونة بس هو شارك قدام برشلونة يعني شارك قدام برشلونة مصطفى محمد مهاجم منتخب النادي جلطة سراي صدع النهاردة هدفين في فوز فريقه على بشكتاش في الدوري التركي قدم مصطفى أداء جيد في مباراة النهاردة والهدفين صنعهم في ديئتين 22 و32 يعني في عشر دقائق كان عامل هدفين خلصوا المباراة بالنسبة لفريقه جلطة سراي حاجة رائعة جدا كان لكريم أكاتاتورك ده لعب فريق جلطة سراي هو اللي كان مصطفى محمد صنع له الهدفين طريق حامد كلام يمين كلام شمال هو مصاب مش مصاب مصاب مش مصاب المعلومة اللي عندنا هو طريق حامد بيفكر يسافر ألمانيا عشان يقضع لفحص طبي على رجبته ويتطمن بشكل كبير على أصابته وبعده شعوره بعدم وجود تحسن الفترة اللي فاتت وبمناسبة طريق حامد وبمناسبة طريق حامد طريق حامد الفترة اللي جاية هيبقى فيه جلسة مع إدارة النادي وانتعارفين طبعاً ان المعلن والكلام حتى الآن هو ما تغيرش بس حتى الآن ان طريق حامد خارج النادي طريق حامد مع نهاية عقده هيبقى خارج نادي الزمالك بكرار من إدارة النادي بس في بعض الوسطاء يتحدثون عن ان طريق حامد ادى للنادي كثيراً ان طريق حامد ما كانش عنده مواقف سلبية قبل كده لنادي الزمالك فده يشفعله الفترة دي ده يشفعله الفترة دي انه ممكن ممكن الخيوط تتواصل مرة أخرى مرة أخرى فده وارد انه يحصل الأيام اللي جاية انه العلاقة بين نادي الزمالك وطريق حامد ربما تتحسن ربما انا دلوقتي مش بقى اقولك أكيد القرار اللي أكيد حتى هذه اللحظة ان طريق حامد خارج النادي ولو سألتني على الرأي لو أنا ليه ان اقول رأي أنا ميل لفكرة انه لأ طريق محتاج قاعدة كمان مع دارة نادي الزمالك او دارة نادي الزمالك محتاجها تقعدة كمان قاعدة مع طريق حامد عشان هو استثناء من باقي اللاعبين اللي خد نادي الزمالك قرار بشأنهم هو تحديداً لأ طريق حامد تاريخه واداءه ومجهوده ورجلته في كل المواقف مع نادي الزمالك يشفعله ياخد فرصة كمان ده لو هو حابب كمان يكمل مع نادي الزمالك ده لو هو حابب كمان يكمل مع نادي الزمالك فيه حاجات تشفعل لطريق حامد عكس ممكن بعض اللاعبين او كثير من اللاعبين النادي الزمالك خد قرار بشأنهم هو ده الوحيد الاستثناء جزرال فريرة المدير الفني النادي الزمالك عقد جلسة مطورة مع ايمن حفني حرص على اعطاؤه بعض التعليمات الفنية طلبه بضرورة الاهتمام بالتدريبات البدنية والتركيز في خود البرنامج التأهيلي لازه يخضع لا طبعا ايمن مش هلاها رحمة من فريرة السا ايمن لسه موهبة حلو انا بقى فرحان ان المواهب اللاعبة الحريبة دي موجودة المهم هو يكون حابب يلعب وحابب يشارك وحابب يدي مجهود بدني كبير جدا عشان في ريلا في الأمور البدنية دي ما بيه هزرش في ريلا بالمناسبة أقل معوني ان في بعض اللاعبة هتخرج من حساباته الفترة اللي جاية لسببين اولهم انهم مش بيقدوا بشكل كويس في الملعب والسبب التاني ان ما فيش عندهم روح خالص وده خطر على الفريق بشكل كبير ده برضو الرؤية الاولى بس اكيد الايام اللي جاية ممكن تبقى احسن من كده مجلس ادارة نادي الزمالك قرر خلال الساعات المضاية تعيين مدير فني اجناب القطاع الناشئين بالنادي القرار جاء بعد اتفاق مع فريلا انه يتم ترشيح بعض الاسماء له وهو يختار الافضل الزمالك بيهتم بقطاع الناشئين الفترة الحالية كحل من الحلول في ذل ازمة القد وتلاجع مستوى بعض اللاعبين وعجبني جدا فكرة انه نادي الزمالك يعرض لازم يبقى فيه تواصل المدير الفني الفني الاول لازم يبقى عنده تواصل مع المدير الفني الفريق الشباب او الرئيس قطاع الناشئين او يعني المسؤول عن الشباب والناشئين في النادي في اي نادي لكن ده يبقى شغال في ملكوت وده شغال في ملكوت ده غلط ليه انه الراجل مثلا مثلا يعني فريلا انا بحب بلعب اربعة تلاتة تلاتة فييجي بقى الراجل في قطاع الناشئين او في فريق الشباب إيه دا أنا حابب ألعب 3-5-2 لا هي مش كده ومن أنا لما عاوز أجيب لعب مثلا هيلعب في خطة أربعة وأنت بتلعبولي 3-5-2 أنا لسه هبدأ أعليه من أول وجديد فإحنا لازم نبقى ماشيين مع بعض على فكرة دا في كل الفرق مش بكنا مع نزل زمانيك بس لا في أي نادي وفي أي منتجة في أي حتة في العالم بيعملوا كده إنه لازم يبقى فيه تنصيق طول الوقت بين الفريق الأول وفريق الشباب أهم مباراة السلساء إن شاء الله في الدولة الإنجليزية الجولة 13 الدولة مصر عفوا الجولة 13 في يوتشر هيواجه سموحة الساعة 8 مساء وفي دوري أبطال أوروبا إياب دوري 16 مواجهة كبيرة جدا تجمع منشل سلوناتد مع أتلية كوماندريد الساعة 10 مساء في أولترافورد وأيكس هيواجه بنفيكا الساعة 10 مساء أيضا نروح نشوف تأرير عن استعادات منتخب مصر كرة الهدف المكفوفين لبطولة أهرامات مصر الدولية التي ستقام خلال فترة من 22 حتى 29 ثلاثة بمشاركة دولة اليونان وأزربجان واليمن ومصر وبعد كده نرجع لحضراتكم مرة أخرى طبعا لعبة كرة الهدف هي يعتبر لعبة الشعبية الأولى لزوي الهمم من الإلعاق البصرية لعبة بالنسبة لهم دي لعبة متعة جدا بيخترعوها حتى لو مفيش ملعب بيلعبوها بكذا طريقة يعني لكن طبعا نحن نتكلم على اللعبة الرسمية زي ما حضرتكم بتصوروا كده اللعبة دي خاصة بحاسة بيلعب من خلال حاسة السمعة وطبعا زي ما حضرتكم شايفين كده ان اللعبين بيبقى فيه مصكات على الأعين دي علشان يكون فيه عدل في الرؤية طبعا لان فيه من أبناء الزوي العقب البصرية فيه ناس عندها ضعفة بصر ممكن يكون عندهم مجال رؤية بسيط وفيه ناس عندها كافة بصر كلي المسكات اللي بيبقى فيها عدل في الرؤية مفيش حد خالص بيقدر شبق أي عاجة خالص بيبقى تحت المسك كمان فيه بيبقى أي باتش نوع كده من الدمضات اللي بتحط على العين بحسنها تمنع أي بقايا للرؤية تماما احنا بدأنا ساداتنا من بداية نتصف شهر يناير بدأنا الأول بعمل معسكر وبعد كده عملنا فترة تقييم المجموعة من اللاعبين المختارين وبعد كده استقرنا على ست لعبين احنا بنعمل دلوقتي برنامج تدريبي بدأنا بتدريبات خاصة بالأسكار بتدريبات خاصة بالتدريبات الكورة ومجموعة من التدريبات التوافقية والتدريبات الحراقية بنزيد عليها برضو شوات تدريبات خاصة بالكورة الهدف نفسها وبعد كده بنبدأ بقى نعمل شغل اللي هو التاكتكس اللي هو الخاص بالشغل المبارات الفترة اللي احنا فيها ديات الاسبوعدة والاسبوكية عندنا فيه بعض المباريات الودية مع بعض الأندية اللي بتلعب كورة هدف يعني نهارت عندنا مباراة مع فريق نادي السلام ببنها المجموعة جات وبنقدي معهم مباراة وبننفس فيها الخطط اللي احنا بنحاول ننفذها في المباراة بطولة الأهرامات اللي ان شاء الله حتكون في نهاية شهر مارس حتكون في مدينة الاسكندرية مشارك معنا في البطولة دي فريق اليونان وهو من الفرق القوية جداً على مستوى أوروبا وفريق أزربيجان وفيه فريق جاي من اليمن باللضافة لمنتخب مصر المباراة طبعاً يعني أو ناسف البطولة هي بطولة حيكون فيها فرق يعني مش سهلة سواء كان فريق أزربيجان أو فريق اليونان ولان دي مدرسة أوروبية وإحنا أصلاً كنا يعني طلبنا ان احنا نلعب مع فرق من المدارس الأوروبية لان احنا عندنا إن شاء الله بطولة عالم في شهر 6 حتكون في الصين ربنا سهل يعني وديه استعدادات يعتبى ده من ضمن الاستعدادات اللي بطولة العالم إن شاء الله حصلنا على المركز الثاني في بطولة أفريقيا اللي أقامت في شهر ديسمبر 2021 حصلنا على المركز الثاني واتهلنا بفضلها إلى بطولة العالم طبعاً اقتهل عن القرى وما فريقين بس الجزائر صاحبة المركز الأول ومصر صاحبة المركز الثاني اتهلنا ومن ساعات على طول بدأنا نحط خطة لزهور بشكل كويس جداً جداً إن شاء الله في بطولة العالم في الصين ومن ضمن الخطة دي إن احنا يكون عندنا مبارات أو بطولات دولية نتقابل مع فرق من المدارس الأوروبية زي الفرق الهديكة كده إن شاء الله في بطولة أهرمات مصر وفي إن شاء الله عندنا بطولة تانية في بلجيك في بداية شهر خمسة هتكون دي برضو مضمن الاستعداد لبطولة العالم بتعتمد على ضعاف البصر بتاخد تبقى لعبة هي اعتبرة شعبية زي كرة القدم كده بالنسبة للناس فدي بالنسبة لنا تبقى اللعبة الشعبية بقى لجي خمس سنين بقى لش كتير لسه صغير 24 سنة فلسه العمر قدامنا طويل الكل اللي هنا كمان الميزة الحلوة كل اللي هنا كلهم جيل صغير ما عادش فيه مثلا الناس الكبيرة خلاص يعني دلوقات الجيل صغير بقت الدنيا بتتطور واحدة واحدة واسل والمدرب يعني باسم الله ما شاء الله يعني قاعد في ألمانيا وقاعد في السعودية فالدنيا يعني متيسرة يعني أحسن بمدربين كتير يعني الحمد لله نتمرن كل يوم بس الهدف الهدف الأكبر مش بطولة الأهرام الهدف الأكبر كاس عالم وبطولة أفريقيا السنة الجاية وإن شاء الله يعني نعمل اعتابة كويسة بإذن الله هو يعني أصعب حاجة في اللعبة بالنسبة لي أن أنت مش شايف حاجة أنت كل كل اللي في مخيلتك بالسمع وبالتوقع يعني أنت بتسمع وبتحاول ترسم الملعب قدامك وكده فهي معتمدة على السمع وعلى أن أنت بترسم الملعب في خيالك وغير كده أن هي لعبة تكتكية من الدرجة الأولى يعني اللي يشوف في الناس دي وهي بتتمرن يمكن يقول إنه هم مش شايفين أنا عن نفسي أحو بحاول أجتهد أن أنا أشتغل على نفسي إن أنا حاول حتى أوصل زمالي للفورمة العالية إنهم يقدروا نفسه عليها إن إحنا أنا أخدها مش مجرد يعني تشريف مشارك كده لأ عايزة أشارك فيها وأخدها بإذن الله وتبقى استعداد قوي الكاس العالم إن شاء الله تمام أنا عطول بشجعهم إنهم ما يخافوش وإنهم أيامهم برضو اللي جاية دي مجرد بداية لهم وإنهم يستمروا في العطاء إن شاء الله وما يهيبوش أي حد والدنيا جاية إن شاء الله قدامهم وهيعملوا أحسن أدى بإذن الله أكتر حاجة بتخلينا متحمس في اللعبة ديئة إن الإصارة بتات المتش المتش بيقى مصير لآخر ثانية ممكن تبقى فايز فرق ثلاثة فرق أربعة زي السلة تلاقي نفسك خسرت هي زي السلة لازم تكون مركز 24 ديئة لإن أخطاء ما فهاش رحمة إحنا بقلنا فترة أو بقلنا دخلين في ثلاث شهور مع أسكرين هنا ونستعد بطولة أهرامنا بطولة أودية إن شاء الله أعزين نحتاجك فيها عشان عندنا كس العالم في شهر ستة بأمر الله نعرف نحقق في حاجة وخلي مثلا يعني شكل منتخب داع أو شكل بلدنا يكون كويس والسنتخبات التانية بأمر الله يا أهلا بحضركم مرة أخرى النهاردة النادي الأهلي فاز ببطولة كأس مصر كورت السلة بعد تغلبه على التحس كان دايب نتيجة 69-65 في مباراة أقيمة بين الفرقين بمجمع صلاة الدكتور حسن مصطفى مباراة كانت في منتهى الإثارة مباراة كبيرة جدا نتكلم في الاتحاد والأهلي والزمالك والجزيرة هي القوة الكبرى في كرة السلة في مصر لأهلي كان لسه كسبان الزمالك في نصف النهائي اللي اتحاكم لسه كسبان كمان طلع الجيش اللي هو واحد بقى واحد من القوة اللي موجودة في كرة السلة أيضا كسبانه في نصف النهائي هذه المواجهة كانت صعبة جدا على الفرقين في منتهى الصعوبة النادي الأهلي يعيش تفوق الفترة الأخيرة في كرة السلة بنتكلم السنة دي والسنة اللي فاتت تفوق في كرة السلة عادة يعني عادة النادي الأهلي ما كانتش يعني بيمشي مزاي كرة القدم في النادي الأهلي في كرة السلة تحديدا مزاي كرة القدم مش بنفس التفوق وخاصة النادي الأهلي في كرة السلة بيجد منافسة كبيرة بياخد أو بيبقى فيه منافسة كبيرة طول الوقت مع الاتحاد ومع الزمالك ومع الجزيرة ودلوقتي ترى الجيش عكس الدورة دائما المنافسة بتبقى محصورة بين الأهلي والزمالك معظم الوقت مباراة بقول لكم في منتهى الإثارة والقوة النادي الأهلي تشكيلة رائعة النادي الأهلي فريق محترم والاتحاد أيضا فريق كبير عمل مباراة كبيرة اليوم الاتحاد يعني جماهيره تعشق كرة السلة جماهير الاتحاد سكنداري تعشق كرة السلة سيد محمد مسرحة كمان واحد من الناس اللي يعني أسماء كبيرة يعني أسماء كبيرة بتحب كرة السلة رئيس النادي لكن النادي الأهلي النهاردة تفوق مثلما تفوق في مباراة الزمالك ولكن المباراة دي كانت أصعب عليه من مباراة الزمالك المباراة النهاية قدام الاتحاد كسبها بفارق قليل من عدد النقاط فمليون مبروك للنادي الأهلي فوز مستحق بطولة مستحقة ألف مليون مبروك طيب ده فيما يخص النادي الأهلي ومباراة اليوم قدام الاتحاد والفوز بطولة كأس مصر بعد الفاصل هيكون معايا ضيف في منتهى الأهمية ضيف في منتهى الأهمية هنتكلم معاه كثيرا كثيرا عن شؤون الرياضة المصرية بشكل عام وتحديدا الخماسي الحديث بشكل خاص ضفنا بعد هذا الفاصل المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري الخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة وسكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كبيرة لاتشرفنا في مصر وخارج مصر اسم كبير نتشرف دائما انه يبقى معانا في كل المناسبات المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة وايضا سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية في هذه الفقرة يا فندم مشرف ومنور الله يخديك اشكرك اخبر حضرتك يا كله بخير عايز ابدأ الأول بهذه الانجازات العظيمة في اتحاد الخماسي الحديث في فترة قليلة جدا بنتكلم في خمس بطولات من بطولات الاتحاد الدولي تنظمها مصر ده حاجة شرف كبير لنا دخلين على كاس العالم للخماسي الحديث في مصر فأيضا شرف عظيم لنا في الوقت اللي معظم الاتحادات أو معظم الدول تبعد قوي عن تنظيم البطولات عشان موضوع الكورونا وخلافه واحنا ننظم البطولات بشكل رائع بشكل متتالي وتحديدا في الخماسي الحديث طبعا هو السنة اللي فاتت سنة 2021 كانت سنة سلسناية للاتحاد الدولي وللاتحاد المصري الحقيقة احنا يمكن شلنا الاتحاد الدولي في ظروف كانت صعبة جدا لدول كتير زي ما انت قلت بس لازل الناس تعرف ان مصر الدولة كبيرة جدا وقادرة على كل شيء والحقيقة اللي بدأ القصة دي كانت وزارة الشباب الرياضة مع اللجنة الأولمبية مع بطولة كرة اليد مع كاس العالم لكرة اليد اللي يمكن من الأسباب الرئيسية لإقامة الأولمبيات من أساسه ان كان فيه شكوك كبيرة قوي في ان هل التصفيات الأولمبية تلحق تستكمل في 2021 قبل بلايات الأولمبيات في يوليو ولا لا وكان الشانج الأكبر هو بطولة كرة اليد كرة اليد مشت بشكل أكثر من رائع ثم كان فيه بقى جنباز واسلاح ورماية وانتهت بالخماس الحديث في جهر يونيو كان بطولة العالم للكبارة المؤهلة اللي أحمد الجندي جاب فيها البرونزية ثم كانت الأولمبيات الحمد لله يعني كل ليلة بنجاح كبير بالنسبة لنا حديث بمفضية أحمد وسامة الجندي وكان نهاية رائعة للموسم عظيم جداً احنا عندنا كلام كتير وعظيم جداً بس استاذا حضرتك معنا مداخلة مهمة جداً من جنوب أفريقيا عبر زوم داني جوردان رئيس الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم حديث مهمة وأشياء كثيرة نسأله عنها يا فندم صباح الخير مشرفنا ومنوارنا على التلفزيون المصر طيب هنعاود اتصال به مرة أخرى طيب نكمل مع حضرتك بعد إذنك أنا من الحاجات اللي دايماً لما بستضيف ضيوف كبار يتحدثون عن ألعاب أخرى أتعامل مع المشاهد أو الجمهور المصري إنه كلنا عارفين إنه اللعبة الشعبية الأولى بالنسبة له كرة القدم لما منيجي نقول له الخماس الحديث في عدد من الناس يعرفوا الخماس الحديث بس مش كتير يعرفوا اللعبة إيه هي الخماس الحديث أنا هسمع إجابة حضرتك بعد إذنك بس سرجع لنا مرة أخرى داني جوردان رئيس الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم يا فندم صباح الخير مشرفنا ومنوارنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 يسعدني وجودي معكم عايز أبدأ مع حضرتك من حيث انتهت الأخبار وهي المشكلة اللي حصلت لديه النادي الأهلي في سانداونز أو في المباراة الأخيرة أمام سانداونز وتعطل أوتوبيس النادي الأهلي أو حفلة النادي الأهلي وقت يعني إنها كانت رايحة لملعب سانداونز الأزمة دي عملت مشكلة بين النادي الأهلي وسانداونز وسانداونز أصدر بيان في هذا الأمر رايح حضرتك إيه كان هذا حادث يتميز بسوء الحظ يعتبر فرق النادي الأهلي وسانداونز من أفضل الفرق في أفريقيا وهم يلعبون بأفضل روح رياضية لدى الرياضيون ونحن نريد أن تكون هناك علاقات ورابط وثيقة بين الفرقين نحن أصدقاء ولا يجب أن يتم التصرف بمثل هذا الوضع حين يجيوا الأصدقاء إلى بلادنا وأنا أعرف فريق الأهلي منذ سنوات عديدة هم أصدقاء لي ولديهم مشاركات كبيرة هذه الأشياء كان الأقدر بها أن لا تحدث بيتسو موسيماني يحقق نجاحات كبيرة وكثيرة مع النادي الأهلي في العامين الماضيين رأيك إيه في تجديد عقد بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي مؤخرا أعتقد أن هذا أمر مجيد وهذا يعزز من مكانة الفريق رأيت الفريق وكثير من اللاعبي وكان أدائهم رائعا رأيتهم في كأس العرب وأيضا كنت في الكاميرون وبالطبع كان يمكنهم التأهل للنهائي وكان هناك الكثير من المبرايات الجيدة وهذا يؤهل كان يؤهل فريق الأهلي للعب في كأس العالم الأندية وثم عاد النادي الأهلي ولعب في الدور هناك عدد قليل من الفرق في العالم وعدد قليل من اللاعبين الذين يمكنهم اكتياز كل هذه المباريات هذا الكامل الكبير من المباريات والشيء الآخر الذي يجب أغزه في الاعتبار هو السفر إلى الكاميرون وغيره من البلان ثم الزهاب إلى أبو ظبي والعودة إلى القاهرة كل هذا يؤثر على اللاعبين لأنه في النهاية بشر ويقلل من كفاءتهم ولكنهم سرعان ما يستعدون كفاءتهم وطاقاتهم لذا أريد أن تمنى لهم حظا سعيدا دائما هل أعرض اتحاد جنوب أفريقيا في أي وقت على بيتسو موسيماني تدريب منتخب جنوب أفريقيا؟ لا أعتقد ذلك لا أعتقد ذلك لدينا مدرب ولدينا هيئة هيئة تدريب وسوف نلعب ضد غينيا وسوف نلعب بطولة العالم كان لدينا مبارتان مبارتان من المباريات المؤهلة بيتسو موسيماني اعترض في أكثر من مرة على عدم تواجد تقنية الفيديو الفار في مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا رأي حضرتك إيه؟ أعتقد أن تقنية الفار شاركت في كأس الأمور الأفريقية وأعتقد أن تقنية الفار تسهل من عمل الحكام وهي تلفت انتباه الحكم إذا ما كان هناك شيء قد حدث خلف ظهره تتذكر المباراة التي كانت في أدار البيضاء بالمغرب كان في نهائي كان في نهائي أبطال أفريقيا وكان للفار دورا كبيرا بمراجعة الفار وكان يتحدث في كايزر تسهل من حدا وكان التخضر في كايزر تسهل من التعقيد المباراة كان هذا أمر يزيد من التعقيد المباراة مع كايزر تسهل ولكننا جميعا نتعلموا من الدروس هل تتوقع إقامة بطول الدولي السوبر الأفريكي البطولة المقترحة من الكاف في القريب العاجل؟ أرى أن هناك طاقة وحماس حول هذا الأمر في خلال المبارتان الفائتتان وهذا ما يريد أن يشاهده مشجيع كرة القدم الأفريقية إذا كان لدينا دابري ولدينا عدد من الفرق فإن هذا سوف يولد المزيد من الإثارة للمشاهدين بالطبع هناك الكثير من الأمور التي يجب حلها وأنا متأكد حين يتم استدباب هذه الأمور نستطيع أن نصلوا للسوبر داني جوردن رئيس الاتحاد جنوب أفريكي لكرة القدم أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة عبر زوم وبعتزلك جدا يا فندي مع التاخير أنا بعتزلك جدا طيب أنا كان سؤالي لحرارك قبل المداخلة أنه في ناس كتيرين ما تعرفش الخمس الحديث وفي ناس كتيرها طبعا تعرف الخمس الحديث بس أنا بحب أعرف الناس أبسط لهم الحكاية ليه تروح تلعب خمس الحديث أو تلعب الخمس الحديث ده إزاي أو تلعبه فين أو تلعبه ليه عشان الناس بتبقى مركزة بس مع الكرة حتى أولاد الأمور يركزوا بس أولادهم يروحوا لكرة القدم طبعاً الكرة هي اللعبة الشعبية الأولى في العالم مش في مصر بس صحيح ولعبة كل الحق الحقيقة طبعاً لعبة رائعة الخماس الحديث ما هوش لعبة حديثة ولاعبة موجودة في الأولمبياد من 1912 موجودة في مصر من 1975 يمكن التألق الفترة الأخيرة للخماس الحديث هو السمع أكتر هي لعبة عبارة عن فروسية قفز حواجز جاري جاري ورماية رماية ليزر شوتينج وسلاح شيش وسباح خمس ألعاب دول بلعب الخمسة كلهم تحسيب له نقاط في كلهم واللي حصل على أعلى نقاط هو الفائز بالبطولة أنا بس حدة الناس لسا ما تعرفش خمس لا الناس خلاص تعرف اللي بيكسب أولمبياد والميدالية الأولمبية بتعرف ناس كل حاجة مزبوط يعني فطبعاً إحنا كان لدينا الشرف أن 2018 أولمبياد الشباب وهي أقل أهمية طبعاً من أولمبياد الكبار بعدما أولمبياد الشباب هي كانت البداية بالميداليتين الدهب بتو أحمد الجندي وسلم عامل عبد المقصود من ثلاث ميداليت دهب جابتهم مصر ميدالية الثالثة كانت في الكاراتيل ياسمين الجويلي فدي سماعة جامد وبعد كده كانت ميدالية أحمد الجندي في أولمبياد توكيو وهو عنده 21 سنة وده سن صغير جداً في الخماس الحديث الحقيقة فطبعاً سماعة جامد جداً مع طبعاً الألقاب الكثير اللي حققناها في طولات عالم سواء على مستوى الكبار أو ناشينة أو الشباب والجوائز الكتير اللي كسبناها في آخرين سنتين ثلاثة سواء على مستوى الاتحاد الدولي بدأنا بتاني أفضل اتحاد على مستوى العالم في السنة الفاتس كنا أحسن أحسن اتحاد على مستوى العالم وطبعاً في مصر برضو فوزنا مجهزة أحسن الاتحاد على مستوى مصر كان برضو فرع كتير وهو لنتيجة الحياة مجهود جامد جداً بوزل من لاعبين ومدربين وعلياء أمور وعظم جزارة الاتحاد الحقيقة يعني محدش محدش تأخر ومحدش يعني وفر من مجهوده والحمد لله كل من نجاح طيب عظم جداً أنا هتكلم مع حضرتك على إنجازات عظيمة للاتحاد الخماسي الحديث وهتكلم مع حضرتك على أمال وطموحات لنا الفاتح اللي جايس سواء على مستوى اتحاد الخماسي الحديث أو حتى على مستوى اللجنة الأوروبية وطموحاتنا في هذا الأمر بس برضو أكيد دور من أدوار اتحاد الخماسي الحديث هو انتشار اللعبة إنه موجود في عدد كبير من الأندية عدد كبير من المحافظات وأكيد حضرتك بتعمل الشغل دوت مع السادة المسؤولين في اتحاد الخماسي الحديث فعرفنا أكتر الشغل المعمول فيها طبعاً هي يعني لما مسكنا احنا الاتحاد الحقيقة من فترة كان كله محصول في القاهرة في أول حاجة عملناها أحيينا منطقة سكندرية تاني وهي كانت القطب الثاني للعبة الخماسي الحديث ثم عملنا منطقة في وسط الدلتا وثم عملنا منطقة في الوادي الجديد وبدأنا ننتشر كان آخر حاجة لينا أو آخر يعني مشروع كبير لينا أن احنا عملنا تعاقد مع أنديت سيت كلاب مشكوراً أستاذ سيفي العزيلي رئيس مجلس الإدارة مضينا معاً تعاقد بحيث أن احنا ننشر اللعبة في جميع محافظات مصر اللي فيها ملاعب تصلح ملاعب سيت كلاب فدي كانت خطوة كويسة جداً وممكن كان من أسبوع فاته يمكن كان عندنا بطولة جمهورية للليزر رن بتتلعب على أستاذ بانها وكانت نجاحاً نجاح كبير قوي بعدد كبير جداً من المشاركين فإحنا ده طبعاً هو أهم هدف للاتحاد هو نشر اللعبة في جمهورية مصر العالمين هيل هيل طيب عايز أتكلم أكتر على بطولة كاس العالم القادمة اللي هتقوم إن شاء الله في مصر تقوم إمتى التفاصيل البطولة إيه فكرة الإنجاز إن البطولة دي تبقى موجودة عندنا عشان ممكن الناس تتعامل مع الأمور دي عادية احنا نفرح قوي لو قالونا مثلاً إيه كاس العالم لكرتة دي قد دي موجود في مصر كاس العالم لكرتة قدم إن شاء الله يبقى موجود في مصر هكلم محراك في هذا الأمر بس ما يعرفوش برضو إن فيه صعبات عشان توصل إنك تستضيف كاس العالم في الخماسي الحديث دي منافسة كبيرة ومسهلة في حراك برضو كلمنا عن هذا الأمر طبعاً إن تجيب أي مناسبة كبيرة لمصر عايزة مجهود شاق جداً حقيقة صحيح ويمكن الدولة مؤخراً بقت بتساعد بشكل كبير الاتحادات في إنها تخد هذه التجربة وإنها تقدم ملفات جيدة جداً لإستضافة مصر للبطولات الكبرى فالأولمبيات مثلاً عشان بترسي عليك قبل ما عاد الأولمبيات بالسابع سنوات فالملف بيبدأ من قبل الأولمبيات اللي إنت عايزة تستضيفها بعشرة سنوات صحيح البطولات الدولية الكبرى عادةً مع يعني تختلف من تحاد للتحاد إنما من سنتين إلى ثلاث سنوات بتبدأ ترسية البطولات فإحنا جينا في سنة 2019 الحقيقة كان خلاص يعني مدتنا تنتهي عشرين عشرين مع الأولمبيات حي لنش نعرى طبعاً الأولمبيات هتتأجل سنة ويتمدلنا سنة إنما كان لازم نأمن للاتحاد اللي هيجي بعدينا أي أن كان التخيبات هتجي من بطولات لإننا لو مشتغلتش وعملت بيدنج في البطولات هيجي اللي بعدي هتنفسه قاعد ثلاثة أربع سنوات ما بيعملش حالي خالص صحيح أو ما عندوش بطولات كبرى يقدر ينفذها ويبدأ يعمل بيدنج لبطولات كمان ثلاثة أربع سنوات فالحمد لله إن إحنا مع الاتحاد الدولي الاتحاد الدولي عندو عشر بطولات كبرى في السنة أربع كاس عالم نهائي كاس عالم ثم بتطلع عالم في المراحل المختلفة الكبار والنشئين وشباب في المراحلتين والاتنين وحاجة اسمها البياثر والترياثر والليزر راند ده للجراس روتس أو للسن الصغير فالحمد لله إن إحنا أمننا لمصر كاس عالم رقم واحد اللي هيقام في أفريقيا هيقام على أرض مصر سنة 22 و23 و24 المؤهل لأولمبياد باريس إن شاء الله فيه تفاوض دلوقتي مع أزمة طبعاً اللي حصل في روسيا أوكرانيا وكان ده كله كان فيه بطولات ما حتقام في أماكن قريبة فالتحاد الدولي بيدور على المديل دلوقتي لنتعرف إن اللجنة أولمية الدولية خدت قرار بإن يتم مقاطعة أو منع اللاعبين الروس من المشاركة في أي بطولات دولية والتحاد الدولي الخماس الحديث خد قرار بمنع مش بس لعبة روسيا لعبة روسيا ولعبة بلا روسيا كمان اعتبروهم يعني الدولتين مشاركين في هذا الأدوان على أوكرانيا فبالتالي منع دعا بيهم من المشاركة ودول قوتين عزمتين في الخماس الحديث يعني فبنا نتفاوض دلوقتي على كمان بطولة العالم للكبار عشرين اتنين وعشرين في آخر يوليو وكان فيه اجتماعات مكسفة مع سيدة الوزير نحن نسمع الخبر ده مع حضرتك كمان إن شاء الله طيب وإحنا بنذاكر شوية في موضوع اللعبة وأنا دايما بحب إيه أفهم اللعبة قبل ما يبقى معي يضيف كبير زي حضرتك فيه تعديلات على اللعبة يعني فيه تعديلات في كونية اللعبة فيه تعديلات في الشكل بتاع المنافسة بس أنا عايز حراكة تقولها تشرحها إلا قريته مش عارف أقوله حتى فحركة تبقى أضربين طبعا نحن لعبتنا لعبة شقة بتاخد يعني كانت على أيامنا بتلعب على خمس أيام وبقيت ثلاث أيام وبقيت على يومين وبقت على يوم واحد بقت تصفيات ونهائيات وسيمي فاينال الانتحدات الدولية بتعمل التغييرات فقوانينها في الجامعات العمومية اللي بتبقى بعد الأولمبيات على طول حظيم لأن قبل دورة الأولمبية بسناتين ممنوع تغيير أي حاجة في لوائح اللعبة عشان اللعبة بتجهز نفسها بطريقة معاناة للتأخل فما ينفعش فيه تغييرات صحيح فالتحاد الدولي خمس الحديث في جامعيته الأخيرة اللي أخيمت في موناكو عمل بعض التغييرات وتبق إقرارها من الجامعات العمومية التغيير الأبرز لها إنه هو عمل كندنسيشن كده للعبة كلها إنها بدأ ما تخرص في يوم تخرص تسعين ديئة فتبقى زي كإنك بتفرج على مباراة كرة قدم أو على فيلم يعني واللي بيملي هذا على الاتحادات خبالك هو الميديا التلفزيون صحيح لأن هو ده أساس الـ revenue الأساسي أو العائد الأساسي للاتحادات فبالتالي يعني كان فيه توصية بإن اللعبة يتم تكدسها كده في تسعين ديئة وكمان أعداد اللعبة بتصل لنهايات تقل عشان يبقى يعرف المشاهد يتابع عدد أقل كاميرا تعرف تمشي وراء عدد أقل تتفرج عليه فلعبتنا هتلعب يعني اللعبة الله يكون فعونه الحقيقة لأنه هيلعب تلات أيام متتالية هيلعب تصفيات ثم سيمي فاينال أفضل 36 المجموعتين ثم النهائي بـ 18 لعب ولعبة فقط الصعوبة فيها يعني مش هقول في ألعاب الفروسية والسلاح والرماية بس الصعوبة الأكبر هي في ألعاب الجاري والسباح إنك تعمل 200 متر حرة 3 يام وربعة إنك تعمل 3 كيلو بتاعت الجاري 3 يام وربعة عايزة قوة بدانية كبيرة إنما في الأخير نقول دي على كل في المنافسة الشريفة في هذا إنما أتوقع إن الأبطال يعني السن بقى بتاع البطل يقل شوية فهتبقى فرصة أكبر لأصغر سنا ودي ميزة المصر مش عيب إنه احنا متوسط أعمار لعبتنا أصغر من متوسط أعمار منتخبات كتير في أوروبا تحديدا يعني فده هو التغيير الأبرز في لعبتنا طيب أكيد حالك طول الوقت بيبقى في تجهيز من اتحاد الخماس الحديث إنه بقى عندها لعبين دوليين كبار إنه نقدم كل شوية المصر في كل أولمبيات لعبين يقدروا ياخدوا مدالية أنا دايما راجل بتاع خطط يعني أنا بحب أسمع الخطط أو أشوف الخطط عاملة زي أو أشوف الناس بتفكر إزاي مش إنه إحنا نستنى بطل بالصدفة إنه ربنا يكرمنا يا رب يجينا بطل المرة دي الناس في أي حتة في العالم وأكيد حالك شايف كل الناس اللي في العالم هو بيبقى رايح أولمبيات وعرف أنا هاخد مدالية أو هاخد مداليتين في اللعبة ديت أنا عارف أنا هعمل إيه الخطة بتاعت حضراتك وعملت زي خطة بتاعت مش بس الاتحاد خطة بتاعت مصر عموما كلاجنة أولمبية واضحة وصريحة من 2013 وإنت طالع يعني أنا قدر أجزم إن آخر مدالية عشوائية لمصر هي كانت 2012 وكانت مدالية علاء أبو القاسم إذا ما كانش حد متوقع أنه هو يفوز بمدالية في لعبة شيش طبعا طبعا الفضية الفضية بعد ذلك من 2013 حتى نتنا سيستم فبقى كل أولمبيات سواء الشباب 2014 أو ريدي جينيرو 16 أو الشباب 18 في بوينس آيرس أو أخيرا توكيو كنا بنعلن قبل الدورة بتلات سنين من هم اللعبين اللي هيتأهله هنتأهل أو الترجي بتاعنا نتأهل بكام اللعب في كام لعبة ومن هم اللي يقدروا ينفسوا فيش بطل بيجي أبدا بالصدفة كده فجأة أي فجأة في الأولمبيات ما بيحصلش الكلام تمام فيه مقاومات واضحة وصريحة لهذا فعملنا في ريدي جينيرو لست 16 لاعب القادرين على المنافسة بفرص مختلفة وقلنا هيطلع منهم من 3 إلى 5 ميديليات أولمبيا وحصل لتلعى 3 ويمكن 2 أو 3 خلاصوا بمركز 4 كانوا قريبين أوي صحيح جينا في 2020 قبل ما توكي نتأجل سنة صحيح وقلنا إن مصر عايزين نكسر لعدد 5 ميديليات أولمبيا حطينا 3 تارجز حقيقا قلنا أول حاجة عايزين نتأهل بأكبر باسة أولمبيا في تاريخ مصر وأكبر باسة كانت 121 لعب ولعبة في 23 لعبة أولمبيا هاي قدرنا إن إحنا نتأهل ب145 لعب ولعبة في 24 لعبة أولمبيا من أصل 28 لعبة موجودة في مصر فقط لعبة أولمبيا فده كان عدد كويس جدا ثم قلنا إن إحنا عايزين نكسر لعدد 5 اللي هو أكبر عدد من الميديليات جابته مصر في أولمبياة كبار في تاريخها حقيقته 3 مرات الحقيقة حقيقته في أولمبياة 36 ملين 48 في لندن وأثينا 2004 فإحنا إددنا إحنا نكسر هذا الرقم وحقنا 6 ميديليات أولمبيا وده كان حاجة يعني أكثر من رائعة الحقيقة في الأولمبيات الأخيرة تحديدنا وحراكتها تذكر يعني هنرجع شوية إنه الناس حصل لها حالة تشاؤم في الأول كل الناس إحنا فيش مديلي إذا يمع ما يتعدي مش بناخد مديليات لا بس دي وإحنا قالونا إحنا ناخد مديليات كويسة وما خدناش مديليات كويسة حصل في الأخير ولا لا ما هو دي الفكرة بقى فانه قوله حالة لك هي القصة إنه لازم الإعلامي صالة تدق إنه أي بطولة بتتلعب الميديليات بتبقى إمتى؟ بتبقى في النهاية خلاص يعني مثلاً بتبقى الكورة خلاص عندك التفسيرات المجمية وبعدين قبل الكورتر فاينل وبعدين السيمي فاينل وبعدين الفاينل ففي الأول طبيعي إنه ما فيش مديليات لسه خلاص فيه ألعاب بتبقى النهائي بتاعها في نفس اليوم بالظبط أشياء جاي موازين معينة في تايكوندو مثلاً فإحنا كنا عارفين بالظبط مين اللي بنفسه وموعد الميديات بتاعتهم إمتى صحيح تمام فكان دايماً أنا حتى وأنا الإعلام بيكلمني وانا في توكيو بقوله يعني انتظر إحنا إحنا ده إحنا في آخر يوم عندنا منافسة على يعني منافسة كانت على ثلاث ميديليات مربو في آخر يوم اليد بيلعب في الثالث والرابع الخماسي بيلعب نهائي الولاد والكاراتي في ريال بتلعب على نهائي الكاراتي صحيح فحقنا اثنين من الثلاثة يعني وده حاجة كويسة الحقيقة كان عندنا فرص للألعاب أخرى من نهاية نفس طبعاً كان عندنا يعني الألعاب اللي كان عندها فرص للألعاب الجماعية كانت كرة القدم واليد مصبوط والناس كانت متشأة منها كنت خدوا مش شاف تعدي من المجموعة الصعبة اللي فيها أسبانيا وفيها الأرجنتين طبعاً مجموعة صعبة إنما قدروا يعدوا إنما يعدوا كمان من دي وبعد يقابلوا برازيل اللي هي جابة الدهبية في الآخر كان موضوع مش سهب نتغلب واحد صفرة فقط برضو كانت نتيجة يعني طبيعية بقول يعني مش أكتر من كده كان ممكن الطريقة بأسهل من كده اليد كلنا كنا بعد ما شفنا اللي حصل كاس عالم هنا ونتغلب في دور التمانية من دنمارك بالعافية خلاص بعد وقتين إضافين وضربات جزاء فكلنا كلنا متفائلين سوري إن احنا ربنا هيعوضنا خير في الأولمبيات واخد كان يعني هنوصل لأول مرة للسيمي فاينل حاجة أكثر من رائعة وإن شاء الله التحدد يبني عليها لأولمبيات 24 دعام الفردية واضحة وصريحة في ألعاب رقمية واضحة زي ألعاب القوة والسباحة وكأن داكول فإحنا عارفين قردي إن فرصنا فيها شكلها إيه بالزبط أما الخماس الحديث فإحنا من الأول مسافين بولدين تأهلنا بأخصى عدد اللي هو ولدين وبنتين مزبوط وبالعكس إحنا تأهلنا بأكتر من كده كمان ودول قليلة جدا يمكن إحنا وكوريا وفرنسا وألمانيا كنا الدول الوحيدة اللي تأهلت بأكتر من الحد الأخصى للكوتة اللي هو 2 و 2 فكان من حقينا إن إحنا نختار مين اللي يلعب صحيح إحنا تأهلنا حضرك بأربع ولاد وثلاث بنات والعندة بأقوى 2 عندنا في هذا التوقيت وقلنا من الأول إن أي ولدين عندنا حيتأهلوا حتنافس بيهم يعني كان ممكن أحمد أشرف على فكرة كان في التصنيف العالمي سابق أحمد أسامة الجندي كانوا داخلين على الأولمبياد واحد مصنف السابع والتاني التاسع تمام و الجندي اللي خد المدادة إنما الجندي اللي خد المدادة يا ربنا كذبها له طبعا وخلصوا بطبط العالم اللي قابليها كانت بشهر تالت ورابع الجندي كان تالت وإحمد أشرف كان الرابع في الفردي البنات قلنا إن بناتنا صغيرين يعني سواء التلاثة التي تأهلوا كانوا هايدي عادل وأميرة أنديل وسلم أيمان عبد مقصود التلاثة صغيرين تلاثة موليد تسعة وتسعين وألفين وألفين وتلاثة فدولنا ننتظرهم في 24 و28 إن شاء الله إن شاء الله وقدوا أداء كويس يعني قلنا إنهم هيخلصوا إن شاء الله يعني في النص مش هنخلص في الأواخ طيب حضرتك في وسط كلامك بس دون مقاطعة للاسترسال قلت إنه لما نعوز نظم أولمبيات محتاجين البنفة دا يكون خالصا من عشر سنين مضبوط تلاثة في 2022 وكلنا نحلم بتنظيم أولمبيات 2032 كلنا نحلم ليه؟ إنه دلوقتي أنا مكلمك أنا على مستوى الإعلامي والمستوى الجماهيري لأ يعني دلوقتي أقدر بكل سكة أقولك إنه أو أنا تصوري المشهد من بره يعني أو مصد تقدر تستطيع بطولات كبيرة ممكن من سنين زمان فاتت كنا نبقى نحلم بس عارفين إنه وقايا الممكن لأ دلوقتي مع كم البطولات العالمية الكبيرة اللي مصر نظبتها في سنوات قليلة جدا لأ تماما ما نظمش أولمبيات ليه حضرتك الناس كلها متذكرة سفر المنديال بتاع الكور طبعا تمام؟ مش قادرة تنساه على فاكرة الراجل تم معنا من شوية دا كان مسؤول في اللجنة اللي كانت بتشرف على ملف في جنوب أفريقيا الكاس العالم 2010 بالمناسبة يعني كنت سارى بس عشان قلت المحور ما يتوضش طبعا يوصل للمرحلة النهائية في كرة القدم طبعا من مصر والمغرب وجنوب أفريقيا صحيح ويعني جنوب مغرب وجنوب أفريقيا وجنوب أفريقيا في الآخر بس اللي كانت مفاجئة أن مصر تاخد صفر في التصويت صدق اللي ناس ما تعرفوش برضو أن مصر قدمت أبلا كده على استضافة أولمبيات أو دخلت هذا المزاد خلاص ولم تصل حتى لمرحلة التصويت النهائي خلاص لأن كان عندنا مشاكل كتير في السيكيوريتي وفي النقل وفي حاجات كيف وكان ده كان في أواخر التسينات على فكرة هل احنا ادلقتي قادرين احنا قادرين وقادرين بشدة وبقوة اللي تعمل في العاصمة الجديدة لا حاجة يعني فوق الخيال يضاهي أحسن أماكن موجودة في العالم الحقيقة فمصر بقى عندها الإمكانية الفنية لإستضافة أولمبيات بشكل كبير يمكن الحاجة الوحيدة على تنقص مقصر هي قرية أولمبيات والقرية أولمبيات دي اللي التي ما بقيتش بتتعامل زي زمان لا بتتعامل كمشروع لوحده لما يرس هايك الأولمبيات بيبقى مثلاً ادفاق مع شركة بتاعة تسويق عقاري انها بتبني قرية كاملة ثم بعد الأولمبيات بتكون هردي متبعة زي ما حصل في توكيو هاي تمام؟ كانت مشكلتهم إنه لما أجلوا سنة الناس كيف فوت تستلم القرية بعد الأولمبيات ما تخلص صحيح تمام؟ فده الشئ الطبيعي اللي بيحصل هايك قلت آآآآآآآآآآآآ لأن القارة الوحيدة التي لم تنظم الأولمبيات هي قارة أفريقيا قارة الوحيدة فبالتالي اللجنة الأولمبيات الدولية عندها الرغبة أن أفريقيا يبقى عليها الدول طيب مين ينافس بقى مصر في القارة الأفريقية دلوقتي يعني مين البلد اللي ممكن تبقى جاهزة إلى حد كبير مع مصر مفيش غير ثلاث دول في أفريقيا ونافت في أفريقيا كتير جدا الحقيقة قدر أجزم أنهم يعني عندهم المقدرة مصر جنوب أفريقيا المغنب أي دولة تانية العملية صعبة جدا 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 الحقيقة مش هقول مستحيل مافيش مستحيل طبعا بس إيه الجهزية في الوقت ده صعبة جدا مصر لو قلنا فيه بيدنج لأولمبيات كمان سنتين ثلاثة احنا ملاعبنا جهزة فحاجة متخيلة لأن احنا مش لسه هنبني حاجة احنا جهزين في جميع الألعاب اللي موجودة باستضافة أولمبيات شوية لوجستكس خفيفة محتاجة تعمل إنما زي ما قلت عشان ما يحصلش صفر منديال تاني ولا يحصل الموضوع ده فيه بوليتكس كتير فيه تجهيز بشكل كبير جدا فيه قيادات على أعلى مستوى بتقعد مع بعض عشان تتفق على كل ما هو مطلوب خلاص لهذه الاستضافة فاحنا بنجهز حقيقة مع كلجنة أولمبية يعني مع وزارة الشاب والرياضة ملف كامل لهذا الشكل ويعني قلنا اللجنة أولمبية الدولية إن احنا عندنا لهذه الرغبة خلاص ويعني أنا مدخل في السنة أو السنتين اللي جايين هщеبقي في ملف جدي يقدم من مصر للإي أو سي للبات فيه إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله نفس الأمر ينطبك على كأس العالم كأس العالم هو حلم المصريين كلهم بقى نحن نكلم على كرة كس العالم لو كرة القدم إنه إنه إحنا طبعا نظمنا كل البطوات العالمية تقaliبا من 90% وأكثر من 90% من كل الألعاب كأس العالم لو كرة القدم هو حلم الأكبر أكيد يعني هل نقدر دلوقت ينصق أو نحلم أو يباقي دينا مليانة كده باللغة العامية أنه أول نظم كاس العالم لأ كاس العالم طبعا نظر أن تفرق كاس العالم ده مطلوق للفيفا طبعا هو اللي يملك أعطاءه المين وهو الثاني أكبر حدث على مستوى العالم بعد الدور الأولمبية فهو حدث كبير جدا ومصر كلها بتحلم طبعا يبعندها كاس العالم هنا حتى بحاجة أكثر من رائعة هل ملعبنا كلها جاهزة بالموظفات المطلوبة ما ظنش الحقيقة أنه ممكن يكون عندنا بعض الاستاذات جاهزة إنما كاس العالم في الآخر الفرق بين كاس العالم والأولمبياد إن الأولمبياد بتلسي على مدينة يعني نقول مدينة القاهرة مدينة الأسكندرية توكيو سيدني بالزبط كده كاس العالم بيرسي على بلد أو بيرسي على بلدين كاس العالم ممكن تلاقيه بيقام في مصر والسعودية أو بيقام في ثلاث دول حتى ده وارد مش حاجة يعني ملفات بتقدم بهذا الشكل فدي عايزة أتحرك كورة بقى يشتغل بقوة ولو كان عنده الرغبة مع وزارة شاب الرياضة لإقامة ده إنما أنا كمشجع وكواحد بحب الكورة أتمنى طبعاً أشوف كاس العالم في مصر إن شاء الله ما أنا شايف العالم حاجاتك شرفتني ونورتني حقيقة الحوار رائع جداً وكالعادة حوار رائع معك جداً الله خليك أشكراً 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 جزيلاً لسا مكملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل نواصل إن شاء الله حيرة كبيرة يعيشها الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش وذلك قبل أيام من مواجهتي السنغال الحاسمتين في الصعود إلى كأس العالم الفين اثنين وعشرين والمقرر لهما الخامس والعشرين والتاسع والعشرين من مارس الجاري حيرة الجهاز الفني تأتي بسبب المستوى الذي ظهر به اللاعبون الدوليون مع أنديتهم منذ عودتهم من المشاركة في كأس الأمم الإفريقية وهو الأمر الذي قد يدفع المدير للاعتماد على بعض الأسماء الجديدة لأسيما من قائمة اللاعبين المحترفين الذين أعلن عن استدعائهم للمنتخب في الفترة المقبلة تراجع مستوى الدوليين مع أنديتهم خصوصاً الأهل والزمالك أمر قد يثير القلق لدى الجميع قبل المرحلة الحاسمة من التصفيات لكن في الوقت ذاته المدرب البرتغالي يمتلك من الخبرات ما يمكنه من التعامل مع مثل هذه المواقف لسيما وأنه كثيراً ما تحدث عن امتلاء مصر باللاعبين المميزين والموهوبين وعندما تولى كيروش المسئولية خلفاً لحسام البدري أعلن أن اتفاقه مع اتحاد الكرة هو قيادة الفراعن نحو بلوغ كأس العالم الأمر الذي لم يعجب المشجعين المصريين الذين وجهوا العديد من الانتقادات للمدير الفني إلا أن تلك الانتقادات بدأت تتلاشى بل وتتحول إلى ثقة ودعم للمدير الفني بعد قيادة المنتخب إلى نهاء كأس الأمم الإفريقية فهل ينجح كيروش في استغلال الدعم من أجل تحقيق حلم الجماهير برؤية العالم المصري يرفرف في الملاعب القطرية نهاية العام الجاري؟ هذا ما ستجيب عنه نتيجة مبارتي السنغال يا أنا بحراركم مرة أخرى أنا ممكن كده أنا دايما ما بعملتش الحركة دي بس هقولها لكم مرة دي عشان أنا متأكد أن ده هيحصل الفقرة دي حقيقة مميزة مميزة ليه؟ عشان هتخدنا لزاوية تانية خالص في الرياضة هتخدنا في زاوية تانية خالص في كرة القدم إحنا دايما نتعامل مع كرة القدم نية ملعب 11 ضد 11 جهاز فني قاعد برة بيخطط في جهاز طب كمان بيبقى موجود معاه وشوية معاونين مهمين في التشكيلة دي كرة بالنسبة بس الكرة فيها حاجات تانية كتير فيها علوم تانية كتير فيها حاجات إحنا بننتقدها بس ساعد ما بنفهمش يعني الحلول بتاعتها إيه يعني ما أقول لك مثلا إيه إحنا الملاعب عندنا محتاجة تطوير في تنمية الموارد يعني إيه أصلا الجملة ديت مش هي الملاعب تذاكر مباريات ومدرجات وخلاص لا الموضوع بتلاقي أكبر من كده بكتير عشان كده يشرفني بنوارني في هذه الفقرة واحد من الناس الموهوبة جدا المميزة جدا في شغلها أستاذ سيد فاروق مستشار تقني وهفهمكم يعني مستشار تقني دلوقتي وأيضا هو بيدرس بيدرس عملية تنمية الموارد في الملاعب برضو هنفهم الكلام ده منه يعني أصلا تنمية الموارد في ملاعب كرة القدم يفهد من مشرفه بنوار أنا متشكر جدا على الاستضافة وشكرا لك وأنا مبسوط جدا أن أنا أكون موجود معك وعلى القناة الأولى طبعا فده يعني أنا بتشرف بحاجة زي كده أنا أسعد جدا بس أخد بالك أنا دلوقتي راهينت وقدامي المشاهدين أنها هتبقى فكرة جمدة جدا لا إن شاء الله أنا حطي الضغط عليك وعليا بصراحة لا لا خالص طيب أنا عايز أبدأ معك بالكصة بتاعت الملاعب دي لما سافرنا في كذا دولة مثلا نروح ملعب نروح نفرج على المباراة وبتاع واحد أخدين ملعب نلاقي اللي هي بينكو سيني يعني الفسالاتيز اللي هو تلاقي مش عارف مطاعم تلاقي أماكن تشرب فيها كوباية قهوة يعني تلاقي فيه اكتيفتز لعب وحاجات الحاجات دي إحنا ما منهتمش بها إحنا منهتم من دخول الجماهير بس والتذاكر وتبقى الكلاسي كويسة والقاعدة كويسة وبس يعني إيه بقى أنامي مواد الأستاد بحيث أن أنا كنادي أو كاتحاد أكسب منه فلوس طيب الأستاد مش مجرد يعني مكان بيتعمل فيه ماتش بس حي اللي إحنا بنستخدمه هنا أو بنستخدمه في الشرق الأوسط في المهم يعني أن إحنا الأستاد ده بنستخدمه لل يعني نستضيف الأحداث الراضية أو حاجات زي كده مباريات مثلا أو حاجات زي كده يوم المباراة يعني جزء من موارد الأستاد لكن الأستاد في العموب بيبقى فيه بره يوم المباراة بيبقى فيه موارد أكتر من ما يوم المباراة نفسه بيوردها أو العائد بتاعها بيبقى أعلى من يوم المباراة نفسه الموارد بتاعت الأستاد بتاسم لثلاثة فيه حاجة إحنا بنسميها الاستراتيجيك بارتنرشاب اللي هو نيميينغ رايتس مثلا أنت بتنبيع الاسم بتاع الأستاد هاي لما تجي مثلا تشوف في مثلا منشستا سيتي مثلا الاتحاد بيدفع في النيمينج رايتز ده حوالي 17 مليون استرليني في السنة شو الوان ده بوليتانو مثلا في أتلاتكو مدريد بيدفعوا فيه نيوسة اللي ديها جماعة بس اللحظة بيدفعوا فيه حوالي 7 مليون تقريبا أو 8 مليون الابارات بيدفعوا فيه 6 مليون هاي ل فدي حاجة اسمها بارتنرشاب اللي هو انت ايه بتبيع اسم الاستاد لمدة مثلا 10-15 سنة هاي يوم المباراة ده بيتعامل بقى فيه حاجات تانية خالص يعني بتعامل بيبقى عندك موارد مختلفة خالص من حتة مختلفة يعني انا مثلا فيه الهوستاليتي بوكسز اللي هي تحبب نعرض البرزنتيشن بتشرح عليه اكتر طيب نعرض البرزنتيشن عشان كمان سيد يشرح عليه بشكل اكبر عشان انت وضح ان انت هتبدأ تخشيلي بقى في تفاصيل والتفاصيل دي اللي انا بحبها انا بتاع تفاصيل انا بس اكتر هبش هبش الكلام اللي هو يبقى وانت ما شاء الله عليك الله يخليك هاي يلا بي طيب دي الموارد حاجات دي الاول اللي بتدرسها صاف مبدئيا يعني يعني دي حاجات علمية مش حاجات كده اللي هو من محتوطة وخلاص لا مش اي كلام طبعا فضل يا فضل الحاجات اللي احنا شايفنا هداية دي موارد الاستاد يوم المباراة اول حاجة احنا بنتكلم عنها بنقول الكوربريت ممبرشيبس دي شركات بتيجي تاخد الغرف بتاعة اللي هوسبسالاتي او بتاعة الضيافة ديات هاي 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 فبتدفع مثلا يعني في استاد ويمبلي بيدفعوا حوالي اوب تو سبعة وثلاثين الف جنيسترليني في السنة هم استاد ويمبلي واحد من اهم استاد في انجلترا بزبط طبعا بالنسبة للاندية علشان بيبقى عندهم احداث ومباريات اكتر ممكن يعلوا عن الموضوع ده وده حسب البراند بتاع النادي اه اللي بعدها طبعا الباركينج ده اللي هو الجراشات والحاجات زي كده الجراش يوم المباراة بيبقى ميتباع مع التذكرة او خارج يوم المباراة بيتباع للشركات اللي حواليين الاستاد اي حد عايز يجيارك العربية بتاعته او حاجة زي كده هاي الكلام ده بتطلع منه فلوز برضه ها التكتينج طبعا دي التذكرك اللي بتتباع عشان المباراة دي سهل بس التكتينج دي فيه اكتر من ستين نوع تذكرا ايوا ايوا نوع انواع التذكرك دي بقى فيه منها الهوسبتاليتي فيه منها الكاتيجري وان وطو وثري فيه التذكرك الموسمية والتذكرك الموسمية دي بره يعني مثلا في البرميليج ها التذكرك الموسمية دي بتمثل او حد 75% من ساعة الاستاد البقية ال 25% دي بتبقى هوسبتاليتي بتبقى مثلا شركات للرعاة ناس عادية اللي هم الفانز الفانز هناك انت عشان تشتري تذكرة لازم تبقى عضو في النادي اصلا اه العضوية ديت انت بتفاح كل سنة حواليه اربعين استرليني تقريبا حسب طبعا النادي واسعاره اه خيريت بس نرجع تاني نرجع تاني اه نرجع تاني يا جماعة اه حسب النادي واسعاره اه انت بتدفع الاربعين جنيه استرليني دولار اه علشان يبقى انت ليك الحق ان انت هتشتري التذكرة هاي لان انت لو ما انت مش عضو فانت ما ينفعش ان انت اساسا تشتريها صحيح تضطر ان انت تروح تشتريها منين سوق سودة مسلا وحيات زي كده وهتشتريها مسلا بحوالي ثلاث او اربع اضعاف لبس هنا عبدائله النادي لو اشتراك مثلا فريق منسشتاه اونايتك فريق كورا فالشتراك بيبقى حاجة مش غالية برضه قوي الان انت مسلا مد branch ו yapılية مدت shape مثلا لحد هنا في مصر توله ايه انت عشان تروح مباركة النادي الاهلي فانت لازم تدفع اشتراك النادي الاهلي فاشتراك النادي الاهلي حاجت به له اشتراك有نادي زي انا هنا كنت بنسميها العضوية الجماهيرية ايوا تمام؟ أنت إسمك وبياناتك وكل حاجة موجودة في الـ DataBase بتاعت النادي صحيح لما إحنا بنترح التذاكر بنترحها لنازل تذاكر الموسمية الأول هاي كويس يعني أنت لو مشتري التذاكر الموسمية فأنا ببيع لك بريمي الليج بس لو أنت بقى أنا بلعب مثلا F.A. Cup أو بلعب كارباو كاب أو بلعب شامبينز ليج دي لي حاجة تانية هاي فأحنا بنترح التذاكر دي حاجة اسمها بلوت البلوت الأوليني ده إحنا بنترحه للناس علشان الناس اللي معهم التذاكر الموسمية يقدر أنه هو إيه إما أوبت إن أو أوت هاي هيقول أنه أنا هشتري التذاكر دي وهو أحضر الماتش ده أو لا هاي فهو لو قال لا بيفضل شوية التذاكر تاني فإحنا بنترح البلوت التاني للناس اللي هما معهم الممبرشيب تاني ممتاز كويس فده حتة التذاكر هاي التذاكر بقى يعني ممكن نعود نكلم فيها الليلة كلها كتير طب نكمل البرزنتيشن نكمل زي ما قلت الحضارة كده فيه أكتر من ستين نوعات الزاكر يعني أنت ممكن تشتري تذكرة بالبركين تذكرة بالبركين والواجبة اللي أنت تشتريه جوه تذكرة بالسكارف تذكرة بالكام تذكرة بالتيشيرت ولما باجي بيعلك التشيرت فأنا مش ببيعلك تشيرت بتاع المبارة بس أو زي الرسم اللي هما التلاتة زي اللي كلنادي بيختارهم لا أنا كمان ببيعلك التشيرت بتاع الفرقة وهي بتسخن قبل المدرس عظيم تعال ناخد دي كمان كويس الكيسكس داية اللي هي الأكشاك اللي أنت بتشوفها تحت المدرجات أيوة الأكشاك داية بتبقى موجودة في كل ستينت ودول بيبقوا كتير يعني حسب ساعة الأستاد والأستاد دا قد ايه الكشاك دي بيبقى فيها ايه بقى مثلا دي بيبقى فيها فاست فود كلها ايه كلها فاست فود بس لأن دي بتاعة الجماهير اللي هما مش دافعين هسبتاليتي بقى وقاعدين في بوكسز وعندهم يعني مثلا حاجة زي ألا كارت أنت لو دافع هسبتاليتي فأنت بتي تختار الأكل اللي أنت هتاكله صح أنا مابددكش مثلا أوبين بوفيك كده وبقولك روح كل اللي أنت عايزه لأ بتختار بتختار يعني أنت لو عايز ستيك هتاخد الستيك لو عايز حاجة تانية هتاخدها صح عادي جدا حلوة قوي الهسبتاليتي طبعا إحنا قريدي اتكلمنا عليها المرشندايزين دي دا المحل بتاع نادي والمحل بتاع نادي يوم الماتش دا مش ما بيكونش المحل بس لأ دا بيبقى المحل وفي فروع تانية جوة تحت المدرجات صح فانت حتى لو انت ما اشتريتش وانت داخل انت جوة المدرج فانت قريدي في الهايب فانت ممكن ايه وانا تقصد انه ايه أنا لقت هنا عمالة شجع أو ساخنان جدا هت يا عم سكارف أنا عايزة مسيك سكارف أنا عايزة مسيك عالم أنا عايزة ألبس تيشرت اللي أحلى من كده ان انت لما بتخش جوة دي بطيبقى برد لو انت مش جاي بسكارف وانسا ما قل حاجة فانت هتروح تشتري سكارف هاي هاي ودي كلها حاجات رسمية حاجات رسمية يعني مش الحاجات بين كوسين يعني المضروبة هاي 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 كويس دي طبعا احنا بنبيعها للشركات اللي هي بتيجي تعمل رعاية مع النادي ها والرعايات دي بقى يعني مثلا يونايتيد عنده اكتر من 160 رعي ومش لازم ان انت الناس اللي بترعاك تبقى موجودة معاك في الريجين لا انت ممكن تبقى الراعي بتاعك زي مثلا فيه بنوك هنا في مصر بتعمل رعاية ليفر بول مثلا ده علشان انت عندك كمية ناس بتشجع النادي ده في الريجين ده كميس لما تبص على الأسواق في آسيا وحاجات زي كده حاجات زي الصين مثلا تلاقي الاندية الانجليزية لها حضور كبير قوي هناك وعشان كده بيروحوا يعملوا التور بتاعت الصيف ودي بردو تنمية مواري كويس بيعملوا المتشاط دي هناك الديجي تال اسيتس ودي بقى يعني ايه ده يعني الجديد شوية الديجي تال اسيتس دي بتاعت الندي انت بيعندك مثلا قراه عندك الأكانس بتاعت السوشيال ميدي بتاعتك الحاجات دي بتنزل بردو برعاية يعني انت مثلا لو ممكن انت بقى انت يعني بتعمل مثلا اكسكلوسيف انترفيو مثلا مع احد ومثلا ده برعاية كزا الحاجات ديت ممكن تطلع برضو منها فلوس تانية لان انت الحاجات دي بتبيحها للميديا للقنوات التانية او القنوات الفضائية التانية اللي موجودة حواليك الفود ان بافريج والريستورانس اللي اتنين دول مربطين ببعض شوية بس انا يعني بحب افرقهم الفود ان بافريج النهاردة انت داخل الاستاد بتاكل بتشرب بتعمل الكلام ده وات في 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 الريستورانس فانت بتقعد في الريستوران بتاخد بتطلب اللي انت عايزه بيجيلك كويس ده تعطي على الريستورانس اللي انت قاعد لكن في حاجات اسمها الكلبس الكلبس ديت الناس اللي هم مثلا مشتريين تذكرة الموسمية بقالهم مثلا 25 سنة فانا بقولوا انت بلاتنم البلاتنم ده بيخش بيبقى ليه كرسي معين بدد جلد ساعات كمان بنحط اساب المشجعين على الكرسي نفسه يعني الكرسي بيبقى ليه يفطى كده ودولا بيبقى ليهم ناس الناس دي بيبقى ليهم اكسس معين على الكلبس دي الكلبس دي بيبقى فيها فدايما المباره بس الله يعني احضرت مرة مباره بسد الامارات في مالعب ارسنال كنت موجود في المكان اللي هو البوكس ده الكلب اه ده حاجة كان ندالة اه طبعا طبعا يعني يا فوس كنتم محظوظ يعني ان كنتم موجود فيه بدعوة من احد الاصدقاء انه الاكل والشرب وانك تقدر تفتح الازاز وتعدي كمان تقعد في المدرجات وترجع تاني بس كيت حاجة الدنيا كيت حلوة اه في كمان افكاد بدأت تتعمل في استاد القاهرة الكلام ده اه احنا عاملين حوالي 60 غرفة تعريبا استاد القاهرة طبعا تعمل بشكل رائع جدا كمان بس كمان 60 غرفة دولت انت ممكن تطلع منهم فلوس اكتر يعني فهم بكتير يعني انت 60 غرفة اللي موجودين دولت انت ليه ما بتكلمش رجال اعمال مثلا ليه بتكلمش مثلا شركات كبيرة اللي بترعه بقى والمنتخب وحاجة زي ده اعتقد اعتقد يعني بس مش ما عنديش معلومة اكد اعتقد ده حصل في كسف الامر افكا اعتقد الكسف الامر افكا بس لازم بقى يحصل على بوضي بشكل دائم طبعا طبعا يعني ماتش السنغالي اللي جاي ده ممكن تطلع منه فلوس كتير مية في المية مية في المية لسه كاملين مع حضاكم هذا الحوار الممتع جدا مع سيد فاروق خليكم معنا بعد الفاصل نواصل ان شاء الله طيب انا عايز بس انا دي ما اوضحتهاش في الاول بس سيد فاروق ده راجل مسؤول في ادارة المباريات في مانشستر رونات ادار عدد كبير من المباريات مع مانشستر رونات يعني ايه اصلا ادارة المباراة عشان برضو ادارة المباراة بالنسبانا بتفكيرنا هو ادارة المباراة مثلا تحكميا ادارة المباراة مثلا فنيا يعني ايه ادارة المباراة اصلا يعني ادارة الماتش اللي بيحصل في ايه صح ده ده على مستوى تفكيرنا او في المنا كمنا كجماهير أو كحتى متابعين هي إدارة المباراة إدارة المباراة عندنا بتبدأ أسبوع قبل الماتش عندنا دي توس تبقى Manchester United يعني مش لازم Manchester United قلت لي أنت عدقت أكثر من مباراة Manchester United 92 62 مباراة فضلكم عظيم يعني أكيد 92 ماتش داي منهم بقى فريق أول حوالي 60 تقريباً والفرق تحت 23 و وتبقى مشاجعة Manchester United لا أنا مشاجعة Arsenal أصلاً؟ أه طيباً وهم كانوا عارفين على فكرة أخذك وتعايز أشكيلك أحزاني في ماشيسة بس خلاص فضلكم أبعشكيلك بعدين أول كمان كان يعني بس بس علشان الناس بس تفهم وكان أحسن لهم أن أنا ما بشجعش من Manchester United يعني أنت لو شفت مكتبي مثلاً يوم المباراة أنا الجراوند قدامي وقدامي الشاشات بتاعتي فأنا لو دماغي في الماتش طباً بشجع هتسرح بسرح هتنفعل مع المباراة؟ فأنا مليش دعو بالماتش صح الشغل بس الشغل اللي قدامي لازم أشوف طيب إدارة المباراة إدارة المباراة دي إحنا بنبدأ بـ عندنا سيكونس كده بنمشي به من قبل المباراة بأسبوع ده بيبقى الاجتماع التحضيري الاجتماع ده بيجي فيه بقى ناس من البوليس بيجي ناس مثلاً من الطاقس ناس بتوع الـ اللي هم الحي والمحافظة والمواصلات إحنا بقى بنبقى عادين مع الناس ده لو حد مثلاً عنده شايف ريسك مثلاً معين فبيريز الريسك ده في الوقت ده بيقول لأنا عندي مشكلة في الحيطة الفيديو أنا عندي عاصفة اليوم ده مثلاً خدوا بالكوناع أنا مثلاً أنا مثلاً مسؤول عن الجيتس بتاعت الاستاد أنا مسؤول عن دخول الـ 76 ألف بني آدم ده المشجعين دولت في خلال ثلاث ساعات فأنا لازم يبقى الجيتس بتاعتي كلها شغلة ده السيكونز بتاع المباراة فده أول يعني أسبوع قبل المباراة إحنا بنريز أي ريسك مثلاً أو حيز كده 48 ساعة قبل المباراة بنعمل التست بتاع كل السيستمز اللي موجودة حي 24 ساعة بنعمل التست بتاع السوفتوير بتاع السيستمز اللي موجودة جول الإستاد من تيكتنج لجيتس لفودان باوريج لحوستاليتي لكل الكلام ده هاي سبع ساعات قبل المباراة ده إحنا بنبقى لازم نبقى موجودين في الإستاد سبع ساعات قبل المباراة فبنعمل الريجستريشن بتاعنا بنبدأ السيكونز بتاعنا خمس ساعات قبل المباراة بتبدأ تعمل بتإنشيات السيكونز اللي إحنا ماشيين به إحنا عندنا كتاب كده كبير كل قسم لازم يبقى شايف الكتاب ده يقعد يقرى الحاجات مستواملة عندنا مثلا بلان وعندنا كونتينجينسي بلان فانت لو حاجة مثلا بوازت لازم انت تبلغ فيها في الجنرال تشانل يعني احنا كلنا بنتعامل بالراديو جوه جوه الإستاد فانا بقول لأنا عندي حاجة بوازت انا بسويتش على الخطة البديلة هايل كويس؟ ثلاث ساعات قبل المباراة احنا بنفتح الأبواب للناس بتوع الهوسبتاليتي الكلاب اللي حضرتك كنت قاعدتي ده كويس؟ ده ثلاث ساعات قبل المباراة بيتفتح ثلاث ساعات قبل المباراة وده يعني ساعة زيادة لإن إحنا انت دافع فلوس زيادة فانت لازم انت دافع فلوس كتير قاعدة بينه وبينك اه بس انت فلوس كتير قاعدة قريبت بعد كده أرقام جريمة لا تذكارة الكلاب ديت بتبقى بحوالي يعني فوق الـ 300 جنيه ستريني لكن التذكارة بتاعت المشجع العادي بتبقى بحوالي 40-50 جنيه ستريني دول ثلاث ساعات قبل المباراة عندنا بقى الـ بيبدأ يشتغل البقية السيستم كلها بتبدأ انها تشتغل لان الجماهير قريبت بدأت تدقل ساعتين قبل المباراة احنا بتفتح الأبواب للجماهير العادية ودي لها حسابات يعني احنا ما بلحددش ساعتين كده جزافة انت لازم يبقى عندك كمية جيتس كافية ان هي تملى للاستاد بمتوسط معين في الوقت ده انت عندك الويندو ديت اللي الساعتين لازم تدخل فيهم على تقريبا حوالي 70 ألف من هده فانت لازم يعني اول ترافورد ناسم فيه 164 بوابة كويس فالسرعة المتوسط بتاع البني آدم العادي ان هو يتفتش ويخش جول ترين ستايل ويخش جول استاد دي حوالي 20 سنة فانت بتدخل كل بوابة بتدخل ثلاث بني آدمين في دقيقة فاللو ضربتهم في 164 واضرب بقى 164 في 60 تعرف الاستاد ساعته ان هو يدخل كام فان في ساعة فعشان كده احنا بنقول ساعتين كويس فدي لها حسابات دخول الناس لي حسابات وخروجهم كمان لي حسابات يعني انت لما بتجي بتعمل الإفاكوشن بتاع الاستاد لو انت مثلا عندك امرجنسي مثلا انت عندك وقت انت عندك تارجت محدد تعمل الإفاكوشن فيه يعني مثلا بتقول ايه عشر دقيقة حسب ساعة الاستاد عاملة كيف يعني انت استاد مثلا اربعين الف بيخد اقل من عشر دقيقة عشان تفضيه خالصا الإفاكوشن ده بيحصل للبعد المتش في الأمور العادية وفي حالة الامرجنسي حالة طوارق يعني حالة طوارق دي لها خطة والخروج العادي بيقول ليه خطة بردنا يعني انا عارف والله انا عارف انا بس على هذا مستمتع جدا دايما الوقت بيقتني يعني في الوقت دايما داخل فرقابتي كده على طول بيخلص ماني فانا هطلب من حضرتك نقعد قعدة أطفال شوية الاول بس قبل مختم معاك عشان بس نفرح الناس يعني الناس مبسوطة كمان بالكلام انت بتقوله انت بتدرس الكلام ده دلوقتي في احدى الجماعات في المصر ان فيه شباب دلوقتي بيسمعوا الكلام ده وبيتعلموه بشكله هو كمان اول بكاليريوس ادارة رياضية في مصر هايل هايل ده كلام يفتح يعني متخص في الادارة الرياضية بس مش دعا بالتربية البدنية فاهم يعني حاجات ادارة بقى مش في الملعب انا الجملة اللي بقولها عطول مش ارض الملعب اجبا في حاجات غير ارض الملعب بتحصل في حاجات كتير جدا حوالين السبورت احنا هنقعد مع بعض كتير انت شرفتني ونورتني النهاردة والوقت انا عارف اوليل بس الكلام انت اقول ده محتاج حلقات يعني محتاج محاضرات زي اللي بتديها محاضرات طول الوقت شرفتني ونورتني يا سيد شكرا جزيلا شكرا جزيلا انا جزيلا شهر تقني كان موجود موجود وريدي مع نادي منشفتني هناك ده هو الان يدرس فكرة تنمية الموارد فيه ملاعب كرة القدم هكتون معي دايما بسراحة انا مسيك تهدلاتي هيبدا موجود معينا اصيانة بالنسبة لانشخصيا محاضرات رائع جدا محاضرات مجانية شوفكم يا رب على البخير اشتركوا في القناة